هدف هاي المساحة تير فيه أسئلة عن كيفية الدراسة بفرنسا آلة الدراسة بالفرنسا وخاصة للمقيمين أساساً بفرنسا فيه إجابات كتير كان فيه ناس كتير يعني تعطي إجابات بدون ما تكون متأكدة منها يعني كانت نوع الأنواع الاجتهادات الشخصية وهذا الموضوع أربك الطلاب ورطهم أيضاً أوقعهم في مشاكل فنحن طلبنا من رودي هو رئيس إتحاد الطلب المنفيين بفرنسا بساعد الطلبة جداً بساعد الطلبة بكافة الإجراءات فطلبنا منه لقاء هذا هو بحث اللقاء تفعلي أسئلة وأجوبة وهو يجاوب عن كافة الاستفسارات فيه حضرنا نحن بعض الاستفسارات اللي أساساً تم إرسالها سابقاً وراح نجاوب عليها بس منتظرين رودي في عنده يبدو مشكلة تقنية أو بدأ يمكن قادر رودي تحكيها له مرحبا سخر بظن أنه هلأ حالياً عم بقدر اسمعك وما بعرف إذا انتم هم تسمعوني نحنا عم نسمعك نحنا عم نسمعك قادرين اسمعك خلاص تماماً أمور بتحب نبدأ فوراً ولا مننتظر شوي؟ حسب أنتم كيف عمل برنامج تبعكم يعني أنا جاهز ل نحنا تمام خلاص أول شي بس بدي قدم رودي أنا رودي هو أسس اتحاد الطلب المنفيين عام 2018 الاتحاد هو نعتبر حاله صوت المنفيين من أجل الوصول إلى تعليم عالي أفضل وتجمع مشكلة طلب المنفيين من كافة أنحاء العالم يعني المنفيين من بلادهم لأسباب سياسية وقتصادية أو إنسانية أو مناخية كما يعرف نفسه اتحاد الطلبي طبعاً بدأ الاتحاد من انطلاقاً من إيمانه في أن الحصول على فرصة فرصة دراسية هي لجب أن تقول الجميع لتحقيق المساواد لمجلس الإدارة جميعهم من الطلب المنفيين ومن جنسيات مختلفة وبيقدم خدمات حوالي 28 جنسية يعني ما تركوا حدام تقدم للاتحاد منذ تأسيسه لغاية شهر 7 الماضي حوالي 1540 طلب وحصل 741 طلب عن القبول والموافقة والمساعدة فيه أسئلة عديدة ولكن حالياً راح نبدأ بالأسئلة العامة لرودي وبعدين راح نتقبل أي حدا عنده استفسار ممكن يرفع إيد وشارك بالأسئلة اللي هو أو بد وجهها لرودي رودي تحياتي لك أول شمي شكرك بشكرك على حضورك بشكرك للوقت اللي بدك تعطيه أيضاً بتبادل للأسئلة عديدة خاصة للمنفيين أو اللاجئين والمهاجرين واللي ما بيحكوا فرنسا اللي بيوصلوا لفرنسا التسجيل في الجامعات الفرنسية ممكن يكونوا بدون أوراق ممكن ما بيحكوا فرنسا فيه إجراءات عديدة فيك بس تعطينا لبحة سريعة عن شو هي الخطوات الأساسية للتسجيل في الجامعات مرحبا صخر وشكراً كثير على استقبالي اليوم وبرحب بكل المستمعين اللي عم نسمعوني كمان وبتمنى بقدر الجاوب على أسئلة تكون واستفسارات تكون هلأ بالنسبة لخلينا واش في عرف الاتحاد الطلب المنفيين هي منظمة أسست من قبل الطلب اللاجئين اللي كانوا واصلين على فرنسا وكانوا عم يدوروا للوصول للتعليم العالي وقدروا بمرحلة ما انه هنن يقدروا يفوتوا على الجامعات وبالتالي انه ينقلوا المعرفة اللي هنن قدروا يحصلوا عليها لباقي الأشخاص وباقي المنفيين والمهاجرين لا يفوتوا على الجامعات بالنسبة للسؤال طبعك اللي هو شو هي الآليات اللي ممكن يتجلوا فيها الأشخاص المنفيين بالجامعات الفرنسية للأمانة هي التسجيل بالجامعات بفرنسا هو سهل معنوه كتير صعب لكن هو بيعتمد على معرفة أي إجراء قانوني هنا لازم يتبعوه أو إداري يتبعوه لحتى يقدروا يصلوا على الجامعات بمعنى الدخول أو الولوج للجامعات هو بيعتمد على الحالة القانونية للشخص اللي هو طالب الدخول للجامع بمعنى هل هو طالب لجوء هل هو لاجئ هل هو شخص حاصل على الحماية الثانوية أو الحماية المؤقتة اللي هي مخصصة للأشخاص اللي هنا جاي من أوكرانيا أو هل هو لمشة من عائلي أو إعادة التوطين مثل ما هي موجودة بالإجراءات اللي عم تعملها الـ UNHCR المخوضية العلية للاجئين فبالتالي وبالنفس الوقت بيعتمد على السنة اللي هو رغب يدخل فيها على الجامعة بمعنى إذا كان الشخص بده يدرس سنة أولى جامعة ولا سنة ثانية ثالثة جامعة ولا سنة أولى ماجستير ولا سنة ثانية ماجستير أو دكتورة فلهيك الإجراءات هي بتختلف حسب الحال الإدارية وحسب السنة اللي هو حابب يدرسها شو هي الأوراق المطلوبة شو هي الملفات المطلوبة اللي يقدر الشخص يفوت على الجامعة هنا كتير بسيطين أول واحدة هو مستوى B1 لB2 باللغة الفرنسية حسب الجامعات يعني وحسب الاختصاصات في بعض الاختصاصات هي عم تقبل مستوى لغة فرنسية سي واحد تاني شغلة هو لازم يكون شهادة البكالوريا أو ما يعادلها يعادلها مو بالضرورة شهادة البكالوريا تكون بالنسخة الأصلية يعني بمعنى أنه فينا يكون عنا نسخة PDF منها أو أنه نسخة حتى لو معنا مصدقة يعني بكافة أنه تكون مترجمة من ترجمان محلف بفرنسا ومختومة لا يقدر يعطي شهادة البكالوريا إذا بدون يدرسوا ماستر لازم يكون في شهادة البكالوريا بالإضافة لكشف العلامات أثناء الدراسة الحلقة الأولى الجامعية بمعنى أنه الليسانسة أو الإجازة نحنا بالعربي بنسميها لازم تكون موجودة وبالإضافة لترجمتها كمان ترجمة معتمدة أو مو بالضرورة تكون ترجمة معتمدة وثالث شغلة هو الـ CV يعني السيرة الذاتية للشخص لازم تكون سيرة ذاتية أكاديمية رابعة شغلة هي الرسالة الدافع والحافظ اللي هو الشخص اللي يجب يحكي فيها عن سبب الرغبته أنه ليش حابب يرجع يدرس بالجامعة أو يكمل دراسته بالجامعة فهي الأوراق المطلوبة عمليا هي شهادة البكالوريا هي الكشف العلامات هي مستوى اللغة الفرنسية اللي هي لازم تكون B-A B-1 أو B-2 أو C-1 وكشف العلامات طيب رودي في استفسار هون يعني قبل ما ننتقل لسؤال مهم جداً عن انتفاقية لشك هون شهادة البكالوريا انتقل أنه لازم تكون مترجمة أو ليس بالضرورة تكون الأصلية موجودة هون ألا يخشى لاحقاً أنه عملية تزوير بعض الشهادات على سبيل المثال هل هذا الموضوع ممكن يكون مطروح هل الأمانة هو يعني الغل يعني بفرنسا خلنا نحكي بفرنسا هنا المدركين يعني الجامعات هي مدركة لعمليات التزوير اللي عم تصيروا هيك وسننا عم يعتمدوا على مبدأ أنه هذا الشخص عانى كل حياته وسافر وخاطر بحياته ما يعتبره هذا الشخص هو عامل هذا الشي والجامعات قانونياً هي من من مسؤوليته تتأكد من صحة هذا الدبلوم أو لا هي مسؤوليته تتأكد من أنه هل هذا الشخص عنده الإمكانية الأكاديمية أو القدرات الأكاديمية أو التأهيل الأكاديمي اللي بيخليه ينجح ولا لا أعرفت فإنه ما من مهام الجامعة ما أنا من مهام الجامعة القانونية أنه تتأكد أنه هذا الدبلوم هو مذور أو لا وما بيحق إلا تعمل هذا الشيء طيب قلت أنه لازم يكون في عنده شهادة لغة أو خلينا نقول مستوى لغة B A أو B 2 أو حتى ممكن نوصل لـ C A أو C 1 يعني طيب تعليم اللغة في عندكم أنتو برامج للإتحاد حسب ما عرفت بالتشارك مع حوالي 60 أو 63 جامعة تقريباً ممكن نعرف هيك نبدأ عن هذا البرنامج وكيف الآلية اللي ممكن الواحد يشارك فيها ليتعلم اللغة ليتأهلوا لدخول الجامعات طبعاً هلاء اللغة الفرنسية هي 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 من أهم الأدوات اللي موجودة ليقدر يتعلم فيها الشخص ويتابع الحياة الأكاديمية أو المهنية وكانت هي من العواقق الكتير كبيرة بصراحة لأنه كانت دورات القوفي اللي بتقدمها اللي هي 200 ساعة الإجبارية والإلزامية لحتى يبدأ الشخص يحكي أو يندمج بالحياة هون ما كانت كافية فنحن من 2016 بلشنا وقت كنا عبارة عن تجمع ما كنا عبارة عن جمعية بهذاك الوقت أنه نشتغل على كيف أنه ممكن يصير في الجامعات هي تبلش تعطي دروس أكاديمية أكاديمية بلشت أول أول فرصة لتعليم اللغة الفرنسية مع مع تجمع للطلاب بالأو أشو أساس بعدين صارت بالثوربون وبعدين نتمل بكذا جامع هلا بالعام 2020 تم الاتفاق أنه نحنا وبلشت كذا جامعة هي تفتح برامج خاصة فيها فبالـ 2020 نحنا كاتحاد بلشنا نشتغل مع الجامعات على أنه نوحد جهودهم بشكل واحد بس بمؤسسة واحدة أو بجمعية واحدة فهنا أنشأنا مع الجامعات هذولة جمعية اسمها غيزو منس شبكة منس اللي هي ميقران دان لنصر مو سوپيريور يعني مهاجرون في التعليم العالي هلا هاي المنظمة أو هاي الجمعية الاتحاد هو من المؤسسين لقلاقه هو موجود كعضو مجلس إدارة دائم بالمنظمة الفكرة هي أنه نحنا أنشأنا شي اسمه دي او باسخيل اللي هي كل الدبلومات اللي موجودة بفرنسا بقلب الجامعات اللي هي تعطي للطالب الفرصة أنه يتعلم لغة فرنسية أنه كمان بنفس الوقت يقدر يحصل على الحالة الإدارية للطالب بمعنى أنه يطلب منحة الكروس وأيضاً الحصول على سكن جامعي بالكروس من خلال الفترة اللي هو بيتعلم فيها اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية هي بتكون حسب الجامع يعني في جامعات هي بتعمل مستوى مبتدئ جداً يعني A1 وفي جامعات بتعمل B1 أو B2 فهي حسب الجامعات وحسب الأماكن المتوفرة هاي سنة عملنا لأول مرة منصة وحدة للتقديم على الديو باسخيل اللي هنين موجودين بباريس وحواليها اللي هنين 11 جامع و11 برنامج يعني من خلال ثلاث مراحل اللي هي عملياً استقبلت حالياً كنا عم نشوف مبارحة الإحصائيات في تقريباً 1200 شخص قدموا للأسف معنا كثير محلات يعني انه هنين تقريباً بحدود 400 محل يعني حيكونوا لكن انه فيك تتخيل انه في 1200 شخص هنين مقدمين على هال 400 محل بي باريس بس 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 في كمان جامعات صوتك راح رودي في جامعات كمان في جامعات أم تسمعني في جامعات برات باريس كمان بتعمل هاي البرامج ونحن بنشتغل معهم يعني بشكل دائم فانه بباريس وحواليها عملنا لكل جامعات الباريسية منصة واحدة للتقديم الفكرة هي انه تصير المنصة كمان وطنية بمعنى انه باقي الجامعات اللي هنين 37 برنامج ب37 جامعة يصيروا موحدين من خلال منصة واحدة للتقديم طبعاً هاي الكورثات هي مجانية يعني هي كورثات مجانية هي بتطلب انه الشخص يكون عنده شهادة البكالوريا أو ما يعادلها يعني اذا هو ما كان عنده البكالوريا الشي اللي بيعادل البكالوريا لا يقدر يسجل بهاي الجامعة بهاي البرامج واللي هي مجانية بتعطي منحة وبتعطي سكن طلابي كمان وبتعطي الدخول تلقائي هلا ما فينا نقول الدخول تلقائي يعني بمعنى انه لازم ينجح بالجامعة بالكورثات تبع اللغة ليقدر يفوت على الجامعة السنة اللي بعدها بنفس الجامعة يعني تمام يعني يبدو انه هون في 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 نوع من انواع المنافس يعني هذا الموضوع الكراسيز عم تلي تقريباً يعني العداد محدودة والأعداد اللي عم تقدم طويلة أو أو عف كبيرة جداً هذا الموضوع كيف ممكن ننصح الطلبة في في حيث انه يكون لهم أولوي نوعاً ما في في الحبوض لا الشي الأساسي بالديو باسخيل يعني بالديبلوم الجامعي لتعليم اللغة هو كان لأول مرة عم نشتغل عليه هو انه لازم الوصول لهذه الجامعات او الولوج لهذه الجامعات لهذه الدورات يكون متاح للكل طبعاً هذا كان كلام طوباوي نحنا عم نشتغل عليه كتير اكتشفنا انه هو كتير صعب لانه عملياً الميزانيات هي ضخمة والجامعات ما نقدران تتأمن المبالغ يعني عملياً كل كورث لغة بيفوتوا عليه الطلاب هو عملياً بيكلف تقريباً بحدود المية وعشرين ألف يورو عرفت؟ للطلاب اللي هنا نعم يدرسوا اللي هنا بيكونوا بين الخمسة عشر والأربعين طالب يعني فهو حسب الجامعة وحسب الاستيعابة والإمكانية اللي هي عم تحطها مشان انه تلبي الطلبات الزايدة للطلاب اللي يقدروا يدرسوا بالجامعة فالفكرة هي بتصير انه انه تصير عملية متل مفابلة بمعنى انه هاي سنة نحن لغينا بباريس مثلاً لغينا رسالة الدافع لانه بالنهاية الكل عم يكتب رسالة الدافع لانه كانت بالفرنسي فنحن صرنا نقول انه ما عد في داعي انه نطلب من حدا هو عم يتعلم فرنسي يكتب رسالة الدافع بالفرنسي المعايير هي انه قديش هذا الشخص عمره صغير بمعنى انه ممكن يقدر ينجح بالحياة الجامعية وقديش هي التجارب خلال هال 4-5 سنين اللي مرت علمتنا انه هيدول الاشخاص هنن حيقدروا ينجحوا بالجامعة بعدين او لا عرفت بالاضافة لانه هي بتصير مقابلة صغيرة اللي هي الاشخاص اللي عمرهم اقل من 28 سنة الكل غالباً بيعمل المقابلة الاشخاص اللي عمرهم بين ال28 وال35 سنة الغالبية هنن بيكونوا نساء اللي بيعملوا المقابلات اللي عمرهم بين ال35 وفوق هدول اللي بيكون عن جد ملفات كتير بيختاروها اساتيس الجامعة والمسؤولين عن الديو باسخيل وهي بتكون بشكل عشوائي لانه ما فيه اي دليل بيقول انه هذا شخص هيكون منيح او لا عرفت فهي عملياً مثل بتصير سحب قرغة على الاشخاص اللي يشوفوا اذا هنن فوق ال35 سنة اذا هنن ادرانين يعني يعملوا المقابلة ولا لا تمام رودي في اتفاقية مشبونا للطلبة او صلح لي اذا به الموضوع هذا كتير يعني اجانا اسئلة لما علننا عن الموضوع هذا اجاة اسئلة اللي بتعرف عليها لاتفاقية لاشبونا ممكن هيك سريعاً نحن نعرف شو هي اتفاقية لاشبونا وين ممكن تفيد هاي الاتفاقية للطلبة الخاصة الموجودين بفرنسا الاتفاقية لاشبونا اذا نحكي صح فهي الاتفاقية اللي تم بموجبة اقرار مثل شو بنقول نحنا انه معادلة الشهادات والكفاءات اللي موجودة للاشخاص اللي هنا نعم يجيوه على اوروبا بحيث انه يعتمدوه على مجموعة مبادئ العلاقة بالاتحاد الاوروبي ككل يعني واللي هي يعني اتفاقية هي اللي سهلت عملياً شي اسمه اليوم اللي نحن عم نشوفه بمساوة الاطلاب اللي بيجو بيأدمه بيسألوهن اذا عندك اينك نغيك ولا لا اذا انت عامل معادلة للشهادة تبعيتك ولا لا يعني بهاي المصطلحات اللي نحن بمعرفة فعملياً هاي هي الاتفاقية طبعاً هي كانت سنة الالفين اللي تم اقرارها واللي بعدين بلشت تنحط شوي شوي واللي تم ترتيبها على عدد مراحل يعني هنبلشوا بيأينك نغيك هلأ وصلوا على مرحلة الباسبور الاوروبي تماماً الباسبور الاوروبي لمعادلة الكفاءات للاجئين وطالبي اللجوء وكمان هلأ عم يرجع ينشغل على انه يلاقوا المرحلة الثالثة بحيث انه كمان تصير موجودة كأنه اللاجئين وطالبي اللجوء يصير في اعتراف بالنسبة للوصول للمهن الطبية طبعاً هلأ عم ينشغل عليها لسه ما صار فيها شيء بالنسبة للمهن الطبية أو الصحية لكن هلأ بباقي المهن أو بباقي الشهادات صار فيه يعني شيء بيشبه نحن بنقول اعترف بالشهادة عملياً الاعتراف بالشهادة هو مصطلحة غلط يعني نحن بنقول معادلة الشهادة عرفت او مقارنة الشهادة كل الفرق اذا انه لما ادخل على السؤال الثاني يعني ما هي الاعتراف بالشهادة مو نفسها عملية انه اذا عدلوا له الخبرات في نفس المجال او تم تعديل الخبرة له ايريك ناريك او ايريك ناريك او الباسبور الاوروبي نفس الشيء واوين الخلاف في هالموضوع هذا لانه بيصير فيه خلط كتير على فكرة تماماً الاعتراف بالشهادة يعني انه الحكومة بتعطيها القيمة القانونية بمعنى انه اذا اعترفت بهي شهادة فكأنه تخرج شخص من الجامعة الفرنسية هذا يعني بيعطيه حقوق الكاملة بالتوظيف بيعطيه الحقوق بالفئة المخصصة لهي شهادة بالرواتب وللأسف هذا شيء ما نثير يعني يعني ما نحقيقي لانه اللي عم يثير هو مقارنة شهادة بمعنى انه نحن بنقارن لانه كيف نحن بنصنف الشهادات باوروبا وفي فرنسا هي عبارة عن قيمة بمعنى انه الليسانس عنده ستين نقطة الليسانس هو بيكون مئة وعشرين نقطة وزد على ذلك اللي عم يثير هنا بيقوله انه اوكي اذا هو اخد البكالوريا بسوريا فبالتالي نحن بنعطيه سبتين نقطة بيموجب النقاط الممنوحة للاتحاد الاوروبي للحصول على شهادة البكالوريا او انه هنه مئة وعشرين نقطة للاشخاص اللي هنه حصلوا على الليسانس عرفت فهي هيك بتصير القصة لهيك اسمه معادلة او مقارنة شهادة لكن الاعتراف مثلا فينا نلاقي شخص وعنده شهادة حقوق مثلا بيشتغل بمطعم هلا اذا فرنسي هو حدا متخرج من فرنسا او مو بمطعم خلينا نقول انه بيشتغل مهندس هلا الراتب لازم يكون حسب القانون الفرنسي وقانون العمل اذا هو حصل على شهادة بفرنسا من مدرسة عليا العلاقة بالهندسة فهو لازم خلينا نقول يعني عم نعطي مثال ما نحقيه بس انه نقول انه راتبه الادنى الحد الادنى من الراتب لازم يكون 4000 يورو هلا اذا اترفت الحكومة بهاي شهادة سورية كمهندس فالموظف لازم يحصل على 4000 يورو كحد ادنى لكن اذا هو عامل اينك ناغيك اللي هي ما عنده القوة القانونية فبالتالي مانا شهادة فرنسية هي شيء يشابه الشهادة الفرنسية ويعادلة لكن مانا شهادة فرنسية فبالتالي صاحب الشغل هو ما نمضطر يعطي كحد ادنى 4000 يورو هو بقدر يعطي 1000 يورو هو بيعطي 2000 يورو 3000 يورو الاسميك او ما يسمى الاسميك يعني مانا مضطر يلتزم قانونيا بهذا الشيء لانه عمليا الراتب هو الشهادة هي ما عنده القوة القانونية او لانه اللي بيعطوها مثلا اينك ناغيك هي بيسموها اتستاسيون عارفة يعني متل وثيقة بس مانا شهادة هي نفس الموضوع هذا نفس الموضوع مرتبط او هو البسبور الاوروبية لمعادلة خبرات وكفاءة اللاجئين او حتى الطلب المنفيين نفس الموضوع هو نفس الموضوع لكن الاجراءات مختلفة بمعنى الانك ناغيك او الوثيقة اللي هي بتظهر من مؤسسة هي فرنسية هنا لازم حصرا لتقدر تحصل على الانك ناغيك يكون عندك الدبلوم يعني الاجازة الاجازة تبعيدك وبنفس الوقت انه يكون عندك كشف العلامات لهيك هو انه اذا عندك ياهن هن الاثنين فانت بتبعت لهم ياهن عن بعد وبعدها هنا بيتأكدوا من خلال الخبراء اللي موجودين بهاي المؤسسة بيشوفوا قديش انت قدران بيشوفوا هنا انو انت فعلا انخلصت خلينا نعطي مثلا مثلا مثال انه صحافة صحافة بسوريا عندك الشهادة تبع الليسانس للصحافة بسوريا مع كشف العلامات تبعتك فانت تبعتهم على انك ناغيك ان الخبراء تبعتهم بتأكدوا من انو اوكيا عندك هاي شهادة وعندك كشف العلامات صحيحين صادرين من سوريا تمام بيعطوك الشهادة المقارنة هلا الباسبور الاوروبي للاجئين وطالبيين اللي جاءوا هاي مختلف الشي الظريف بالباسبور الاوروبي هو ما نو مطلوب انو يكون عندك الشهادة ولا كشف العلامات بمعنى انو انو انت ازا بعتلهم طلب انو انو انت بدك يعطوك شهادة بما يعادل شهادة البكالوريا او شهادة الليسانس بالصحافة فهنا شو حيعملوا بالملف طبعا هنا بس بيطلبوا منك انك تحكي لهم عن سنوات الدراسة تبعيتك عن مادتين اساسيات انت عملتهم وقت اللي كنت تدرس بهذا الاختصاص وشوية تفاصيل يعني عن دراستك وبيكفي وبعدين فيه اللجنة هي اللي بدا تلتقي معك بشكل شخصي او عن بعض عن طريق الزوم وبثير بتسألك اسئلة تقنية او اسئلة شخصية اللي يتأكدوا انك انت فعلا عامل هذا الاختصاص فبالتالي بيعطوك ما يعادل هاي شهادة بمعنى انه بيعطوك وثيقة بتقول انه صخر ادريس هو درس صحافة بسوريا اربع سنين بتعادل مئة وعشرين كريدي اللي هي مسلا العلامات او نقاط المطلوبة لحتى انه انت تنجح بالليسانس بفرنسا هاي هي هدا هو الباسبورت تبع اللاجئين وهذا بيعطويا يعني ما انه كتير سهل لكن الظريف فيه كمان انه هاي المقابلة بتصير باللغة اللي بيختارة الشخص باللغة الام بمعنى اذا انت ما عم تحكي فرنسي بس حابب تاخد انت عامل دراستك بالقانون وحابب تاخد ما يعادل دبلوم بالقانون السوري مثلا فانت فيك تقدم على هذا الملف بيعملو لك المقابلة وبتأكدوا انه هن من خلال الاسئلة اللي بدون يسألوك ياها بتأكدوا ان انت فعلا دارس قانون بسوريا فبالتالي بيعطوك هاي الشهادة هاي الشهادة هي الاشكالية اللي موجودة فيها انه هي شهادة صالحة لمدة خمس سنوات فقط بعدها فيك ترجع تقدم على واحدة ثانية او فيك من خلالها تسجل على الجامعة مباشرة اذا ما معك ولا شهادة يثبت انه انت عندك البكالوريا او عندك الليسانس تبعك هي ببلاش كمان يعني ما انك منطر تدفع اي الرسوم هي مسموحة للاجئ وج شخص اللي عم يطلب اللجوء واللي هو لساته بمرحلة طلب اللجوء غير هيك حالات ادارية منا مسموحة الفرق بينه وبين انك ناغيك انه انك ناغيك هي للاجئين والطالبي اللجوء ببلاش الاشخاص اللي عند جايين لمشم العائلي او غير حالات ادارية مثلا اللي ما عنده نمراء وهيك هي خمس وسبعين يورو لازم تندفع لحتى انه يبعتوا للاتستاسيون هي تكاليف التعديل او خلينا تعديل القبرة تكاليف التعديل كلها دي خمس وسبعين يورو طيب في اسئلة كتير كمان وردتنا للي ممكن في حلين يا اما تبعتوا الاسئلة رسالة يا اما اذا بتحبوا تسألوا بانفسكم بس بعد دقائق لنسأل الاسئلة اللي وردتنا سابقا في مشكلة روديوان بعد القبول بالجامعة وخاصة للموجودين في فرنسا وخاصة للمنفيين او لديهم لجوء صفة لاجئة في مساعدات اجتماعية هاي المساعدات بتتوقف على سبيل المثال حتى بعد توقفها في عقبة اخرى السكن يعني دائما في الطلبة بيعانوا من السكن الجامعي هون هي الحلول مثلا بعد توقف المساعدات الاجتماعية واللي عم يدرس طبعا اكيدا ما قادر يشتغل خاصة اذا ما كان عنده اي نوع من انواع الدخل الاخر بالاضافة الى سكن الجامعة كيف ممكن هاي الحلول تنوجد من خلال الاتحاد الطلبي هل انتوا تلاقوا حلول ولا بتدلوا الناس على حلول بالنسبة للمساعدات الاجتماعية بفرنسا في مبدأ ساري هو انو ما حدا بيقدر يجمع كزا مساعدة بنفس الوقت عرفت هدا هو المبدأ الاساسي بالتعاملات مع المساعدات الاجتماعية لهيك هلا الواحد اذا كوان هو عم يقبض اغسا وصار بده ياخد البوغز طبع الكروس ما فيه فهو لازم يختار واحدة من التنتين هلا الاجتماعية هي للمبدأ واذا انت كنت طالب المبدأ الاساسي بالاجتماعية لانه هي المساعدة المخصصة للاشخاص البحثين عن العمل لهيك هنا بيقولوا اذا حدا بده يسجل جامعة فالمهمة الاساسية لهذا الشخص هي الدراسة اما شخص هو عاطل عن العمل فالمهمته الاساسية هو البحث عن العمل لهيك بيقولوا انه هذا شخص ما بيقدر يجمع المساعدة الاغسة مع حالة الطالب لهيك هنن بيعطوا البورس تبع الكروس هلا البورس تبع الكروس منحة الكروس يعني هي في إلى حالتين الحالة الأولى هي للأشخاص اللي عمرهم تحت الـ 28 سنة فهي بسموها منحة الجامعية حسب المعايير الاجتماعية اللي هي للعمر 28 سنة بعدها في منحة الكروس اللي هي نفسها كمان بتضلل عمره اللي 35 سنة اللي عمره لـ 35 سنة كمان نفس الشي لكن الإجراء بيتغير وهذا اللي معظم اللاجئين ما بيعرفوه اللي هنن ما بيعرفوه فبالتالي اللي عم يصير هو أنه هنن بيروحوا بيقدموا على المنحة طلب الجامعيين حسب المعايير الاجتماعية وهنن بيكون عمرهم 29 سنة مثلا فبيجيون رفض بالمنحة لأن عيدة معلش لأنه كتير مهمة يعني المنحة الجامعية اللي هي على اللي هي نوعين أو على معيارين أو خلنا نقوله على نوعين يعني هيك بتكون أسهل بالعربي بمعنى هي منحة في الاساسية اللي هي الكل بيقدر يطلبها اللي هي العمر الـ 28 سنة واللي هي بسموها سورة الكريتير سوسيو بورس دوكروس سورة الكريتير سوسيو اللي هي المنحة الكروس حسب المعايير الاجتماعية اللي هي العمر الـ 28 سنة وهي اللي عادة متاحة بشكل طبيعي على الموقع تبع ميساريس إتوديان اللي هي الموقع تبع الكروس بفرنسا الغلبيت الطلاب هنا بيروحوا بيقدموا على هاي المنحة حتى لو عمرهم فوق 28 سنة لهيك الاشخاص اللي عمرهم فوق 28 سنة عم يجيون رفض لهذا الطلب الطلب المنحة لأنه هون عمليا لازم يطلبوا شي تاني اسمو آزا اللي هي المساعدة الخاصة السنوية للطلاب يعني هي مانا شي اسمو بورس دوكروس سورة الكريتير سوسيو هي اسموه ايد اناويل سبسيفك هيك اسموه بالفرنسي يعني فهاي المساعدة هي بتكون للاشخاص اللي حاصلين على اللجوء واللي عمرهم فوق 28 سنة يعني من التسعة وعشرين للخمسة وتلعتين سنة هاي المساعدة ليقدر الاشخاص يحصلوا عليها لازم يروحوا على المساعدة الاجتماعية بالجامعة تبعيتهم وياخدوا ملف اسمو ايد سبسيفيك انيويل المساعدة الخاصة السنوية والمساعدة السنوية الخاصة اللي هي بتعطيهم حق انه يحصلوا على المنحة لعمر الخمسة وتلعتين سنة هذا الملف بيعبوه وبيعطوه للمساعدة الاجتماعية وكتير نادر رفض هذا الملف كتير نادر لانه هو بنعطى موافقة لكل الاشخاص هلا ليش ما بيعطوه الاغساء مع المنحة لانه قلنا المبدأ الاساسي هو انه ما لازم يجتمعوا منحتين بنفس الوقت بس هذا ما بيمنع انه اذا انت عندك المساعدة البوغس للمنحة الجامعية انك تحصل على الكاف مثلا ما بيمنع انك تحصل على المساعدة الخاصة بالولد تبعك اعرفت انه هاي المساعدات بتقدر تحصل عليها لكن الاغساء ما فيك تحصل عليها لانه المبدأ الاساسي بالاغساء هي انه مهمتك الاساسية كحد عاطل عن العمل هي البحث عن العمل وليس الدراسة طيب هون المنح المالي وسكن الجامعة يعني بالتالي يعني هاي تقريبا يعني عرفنا كيف ممكن من خلال المنحة المالية سكن الجامعة السكن الجامعي هو المبدأ الاساسي فيه هو حق لأي طالب هو مسجل بالجامعة بفرنسا يحصل على سكن لكن اللي عم يثير هو انه انه فيه فيه متل نوع من الالتزامات القانونية بالنسبة للاشخاص اللي هنن عم يديروا السكن الجامعي الاشخاص اللي هنن حاصلين على اللجوء من حيث المبدأ هنن ما بيحقل لهم يقدموا على طلب السكن بالمرحلة الاولى لكن بيحقل لهم يقدموا سكن على المرحلة التانية التكبيرية شو هي المرحلة الاولى وشو هي المرحلة التانية هلأ اي شخص هو ما ندارس بفرنسا وجديد وصل على فرنسا وسجل بالجامعة وحابب يحصل على سكن جامعي القانون بفرنسا بيقول انه اي شخص اجنبي هو ما لازم ينافس الفرنسي للحصول او الطالب الفرنسي للحصول على مقعد او غرفة بالسكن الجامعي لكن نحنا شو بنعمل نحنا كيف اشتغلنا على انه لازم ينوفر الفرصة للطلب اللاجئين للحصول على سكن اللي هي مبدأ انه اللي هي اتفاقية جنيف اتفاقية جنيف اللي هي بتعطي حق اللجوء للاشخاص باوروبا وبفرنسا كونها هي من الدول الموقعة عليها الاتفاقية بتنصى ان الاشخاص بمجرد حصولهم على حالة اللجوء فرنسا او الدولة الموقعة على الاتفاقية لازم تعامل هدول الاشخاص معاملة الاشخاص الوطنيين يعني بمعنى تماما فيعامل معاملة المواطن الفرنسي فنحنا استغلينا هذا الشي وصبنا نشتغل كتير على انه الطلاب اللاجئين ما لازم يروحوا على المرحلة التانية التكملية هنا لازم يكونوا موجودين بالمرحلة الاولى مثل ومثل اي مواطن فرنسي فهذا الشي اللي حاليا عم يصير على الاشخاص اللي هنن حاصلين على اللجوء يعني هنن معترفين كلاجئين هنن مجرد ما قدموا على المنحة تبع الكروس بيحقل لهم يقدموا على السكن الجامعي وهنن بيشاركوا بالمرحلة الاولى لتوزيع الغرف بالسكن الجامعي عرفت فهذا الشي بيسهل عليهم الحصول على السكن الجامعي لكن للأسف انهم يعني مثلا خلنا نقول بمدينة مثل باريس مثلا فيها 16 الف غرفة سكنية للطلاب هنن سنويا بيتقدموا عليها اكتر من 40 الف طالب ليحصلوا على هل 16 غرفة 16 الف غرفة عرفت فهذا اللي عم يعقد شوية المسائل لكن عمليا رودي يعني في سطل هذا التضخم او خلينا نقول لا مقارنة ما بين عدد الغرف المتاحة وبين عدد الطلاب المقدمين يعني كيف ممكن يستفيدوا الطلب المقدمين من هيك اولوية ما هي لما بيحصل الفكرة انه انت فيك تقدم على منحة السكن وعلى منحة الجامعة قبل ما تحصل على القبول الجامعي وهذا اللي ما بيعرفوه الاشخاص اللاجئين عرفت فلهيك نحنا مثلا لما الشخص بيجي لعنا نحنا اول شي بنعمله انه بنعمل كل هاي الشغلات فورا وبنقول انه اوكي يعني هو يعني هو بده يدرس بباريس فبنسأله انه انت بدك تضل بباريس ولا حابب تطلع ببارات باريس كمان وشو هي الجامعات اللي انت حابب تسجل عليها ليش عم نسأل هذا السؤال وليش لازم نعرف جوابه لانه لحمنها لما بنقدم له على السكن الجامعي او لما بنقدم له على المنحة الجامعية بنختار الاكاديميات اللي هو ممكن بشكل احتمالي يدرس فيها فنحنا بنختار عمليا عشرة كحد اقصى هي مسموحة ومن هاي العشرة هو اذا طلعت لو واحدة يدرس فيها فنحنا بنختار عمليا عشرة كحد من هدولة فنحنا بنعرف انه هو بيحقل له قبل انه يقدم سكن فمسلا خلينا نقول ازا طالب هو كان مقدم على 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 باريس وعلى ليل كأنه يدرس بهالجامعتين فنحنا بنعمله الطلب المنحة وطلب السكن بهال مدينتين ليش بنعمل الطلب هيك لانه بنعرف نحنا انه ازا هو نقبل ملفه كالطالب حاصل على المنحة فبالتالي هو بيصبح اولوية للحصول على السكن كمان فهذا شيء بيسهل علينا لهيك ازا هو سجل بباريس فبالتالي هو بيقدر يحصل على منحة وبالتالي بيقدر يحصل على سكن واذا هو سجل من قبل بليل فهو بيقدر يحصل على منحة بليل وبيقدر يسجل على سكن بليل فهذا اللي نحنا نعمله وهذا هو السرع عمليا يعني تمام حلا في يعني متطلبات القبول بين الجامعات الفرنسية تختلف انا باعتقد او في كتير انتي هلا بدك تخبرنا انه لما بيكون في جامعات في باريس في ليل في ليون في اورليان فيه اكيد اختلافات ما بين متطلبات القبول وكيف ممكن الواحد يحضر حاله او لما بده يسجل باي جامعة كيف ممكن يتعلم او يتعرف على متطلبات القبول هلا المتطلبات القبول هي يعني الملفات هي نفسها نفسها بالجامعة يعني الوراق اللي مطلوبة للتسجيل بالجامعات فان النفسه ما بيتغيره بكل الجامعات لانه ليش بيقول لك ان في جامعات اصعب من جامعات على سبيل المثال او هاي الصورة الشائعة الصورة النمطية انه في جامعات باريس اصعب بكتير من جامعات ليل ايضا من جامعات اوريال من جامعات تولوس على سبيل المثال في نوع من التفاهم للحالة الخاصة للاجئين بمعنى انه في جامعات هي بتقول انه انا عم بستوعب اللاجئ ومشاكله فبالتالي انا هاتسهل بقبوله بجامعة عندي وفي جامعات هي بتقول انه لا انا جربت مع الطلب اللاجئين وشفت انه هنن معا ما يقدروا ينجحوا فبالتالي انا ما بدي سهل لهم القبول بالجامعات لانه الشي الوحيد اللي لازم نعرفه انه اليوم اللي تقدر تحصل على قبول بالجامعة فيك تبعث طلب للدكتور بالجامعة اذا هو قبلك فانت فيك تحصل على قبول جامعي فيك تعمل الاجراءات العادية اللي موجودة حسب السنة وحسب الملف الكلاسيكي الطبيعي يعني انه تبعثو هنن بيقروا يا اي 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 لا المفتاح اللي نحن عم نقوله للتسجيل بالجامعات هي رسالة الدافع طبع لتاك بمعنى انه قديش انت قدران تقنع الشخص اللي عم يقرأ ملفك انه هو بيشوف انه انت حدا مكافح ومناضل ومقاتل بالانتماج بالمجتمع الفرنسي وبالنجاح بالجامعة فاذا انت اقنعته برسالة الدافع طبعيتك انه انت حدا انت تعلم لغة فرنسية من اول ما وصل حاول يتأقلم مع المجتمع من اول ما وصل حابب يرجع يكفي دراسته ويصير دكتور يصير محامي يصير حدا فعال بهذا المجتمع ويتكون مكتوبة بطريقة صحيحة محترمة الكودات لكتابة الرسالة ساعدوا انتوا بكتابة هاي الرسائل رودي كاتي حد طلبه الاشخاص اللي بيجوا لعنا نحن بنساعدهم بكتابة الرسائل دافع نحن بنساعدهم باجراءات الادارية للتسجيل بالجامعة نحن بنتواصل مع دكاتر تجامعات نحن بنعمل كل هذا الشي كمان هلا بنعمله حسب الامكانية تبعيتنا كمان يعني امكانياتنا لانه نحن نحن كمان يعني عبارة عن اشخاص يعني وبشر ففي لحظات بنتعب فيها في لحظات بننهار فيها في لحظات بيرجع الامل عنا فبنقوى يعني مثلا نحن هاي سنة دخلنا سبعمية وواحد واربعين شخص على الجامعات بفرنسا عرفت اه فهذا العدد اللي هو نحن قدرنا نقنع رؤساء الجامعات بهدول الاشخاص طبعا نحن استقبلنا بحدود الالف وخمسمية واحد وثمانين اتنين وثمانين شخص لا وفوتنا بس سبعمية وواحد واربعين شخص يعني عمليا عرفت فانه كمان يعني تقريبا النص بس انه انه مانه كافي كمان يعني عرفت طيب رودي في اسئلة بلشت تجي ولكن خلينا بس سريعا خدمات الاتحاد اللي بقدموها للطلب انتو هل عليها رسوم ام هي مجانا وشو هي هاي الخدمات الاتحاد بيقدم الخدمات تابعه بشكل مجاني لكل الاشخاص اللي بيجو لعنا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية السياسية العرقية الحزبية حالاتهم الادارية يعني نحن نشتغل من طالبي اللي جو للاشخاص اللي ما عندهم نوراء للاشخاص الاجانب اللي هن جايين كانوا بفيزا طلابية وفيزا سياحية وحابين ندرسوا فنحن مفتوحين لكل العالم كل الاشخاص اللي حابين يكفوا دراستهم بفرنسا او اللي عندهم مشاكل اثناء المسار الاكاديمي تابعه معنا رسوم الخدمات اللي نحن عم نقدمها الخدماتنا هي عنا خمس محاور اساسية بنشتغل فيها اول محور هو منح المعلومة بمعنى انه المعلومة اللي عم نعطيها للاشخاص اللي هن حابين يدرسوا بالجامعة هي معلومة صحيحة هي معلومة اه مؤكدة من صحتها ومجربة وشايف يعني وعاملين فيها كتير لحتى واصلين لهي المعلومة فانه معلومة اللي بنعطيها هي معلومة صحيحة مؤكدة موثقة وبالتالي كمان مترجمة للعربي للفرنسي للانجليزي للباشتو او الداري للأوكراني والروسي لتوصل للشخص بمجرد رغبته انه يعرف كيف هو فيه ويدرس بالجامعة فهي اول شغلة اللي بنعملها هي انه منح المعلومة الشخص الشيء الثاني اللي عم نعمله هي المتابعة الشخصية والاستقبال الفردي بالاتحاد عنا مقر بباريس بهذا المقر نحنا بنستقبل الاشخاص يوميا من التسعة ونوص للساعة خمسة من خلال موعد طبعا هذا الشي بيكون باستثناء يوم التانين اللي هو بيكون يوم مفتوح من دون مواعيد الاشخاص فيهم يجوا مباشرة لعنا ونحنا بنشتغل معهم هلأ هذا التانين يوم التانين من دون مواعد باقي الايام هو لازم يكون بمواعد بهاي المقابلة الشخصية نحنا بنعمل سبر للاحتياجات تبع الشخص لرغباته للأوراق اللي موجودة عنده وبنبلش بعدين متابعة شخصية معه بالتالي انه بنصير بنشتغل معه على انه اوكي هاي الوراق اللي بدك اياها لهاي الدراسة شوفي عندك وراء شوفي شو بدي ترجمة شوفي ما بدي ترجمة شوفي بدي التوثيق شوفي بدي نعمل كل هدا الشي وبنصير بنبلش بعملية المرافقة اللي هي اللي هي العلاقة يا اما بتسجيل بالجامعة يا اما انه ندور له على كورس لغة يا اما انه توجيه لحسب الاحتياجات الخاصة تبعيته تالت شغلة نحنا بنعملها بنعمل ورشات هاي الورشات اللي هي بتكون الا علاقة بانه كيف الاشخاص بيقدروا يسجلوا بالجامعة شو هي الوراق المطلوبة كيف نحنا نساعدهم على انه يفهموا آليات الوصول للتعليم العالي بشكل افضل رابع شغلة اللي بنشتغلها واللي بنشتغل عليها كتير هي المساعدة بالنجاح المساعدة بالنجاح اثناء المسار الاكاديمي اللي بنشتغل عليه بهذا الوقت هو الدورات المنهجية الخاصة بالمنهجية الاكاديمية الفرنسية للاشخاص اللي هنم موجودين بالجامعات بنعمل دعم نفسي للاشخاص من خلال المسرح التفاعلي من خلال توجيهن لأخصائيين نفسيين بيتعاملوا معنا اللي هنم بيحكو بلغة الام للشخص للطالب المنفي وبنشتغل كمان على كتير نشاطات اجتماعية ثقافية طلابية يعني بعدا عن الموضوع بتعملوا تهيئة نفسية كاملة بيحكموا ان الطالب جاي من مكان نزاع جاي قد يكون نفسيا يعني مرخاق وبالتالي انتم هذا الوضع كله بتساوي بالاتحاد وبنعمل احيانا جلسة يوغا بنعمل نشاطات كتيرة يعني بحيث ان الشخص يقدر يحس حالهم الشي اللي بنعمله كمان اللي هو كتير مهم اللي هنم بيعانوا منه الطلاب اللاجئين والمنفيين بفرنسا اللي هو انه بنشوف شخص موجود بالجامعة اللي طالب المنفي بيدروس فيها بنشوف له طالب فرنسي او طالبة فرنسية بيعطي الدروس اللي هو يعني اي شخص فاتع جامع بفرنسا اوه شغلة بيشوفها بيشوف شغلة واحدة او بيسمع شغلة واحدة بس بالمدرج هي هاي هي الدق على الكيبورد اللابتوب لانه لما الاستاذ هو عم يحكي الطالب الفرنسي هو عم يكتب كل شيء عم يسمعه فهو ما بيقدر يعني نحنا كطلاب منشين بنعاني من مشكلة انه حتى نترجم الكلام اللي بيقولوا الدكتور لنفهمه ونستوعبه نحنا بنكون بالتاني كلمة بالكتابة البروفيسور بيكون صار بعاشر جملة فهذا شيء بيسبب لنا تأخير بالدراسة فنحنا اللي عم نعملو بيسبب لنا انا كنت احدهم وكلية نمرنا بهذا الشيء فنحنا اللي عم نعملو انه نحنا بنحكي فورا مع طلاب فرنسيين يصيروا يعطوا هاي النوتات وهاي الدروس للطالب المنفي ويشتغلوا سوا ويتساعدوا سوا بحيث انه الطالب المنفي يقدر يحصل كل يوم على المواد اللي هو اخذها اليوم ويقدر يترجمها شوي شوي على مهله يقدر يفهمها يقدر يمشي صح بالمعدة والمواد طبعاته لا يقدر ينجح طيب نفوت على الاسئلة رودي شكرا كتير نفوت على الاسئلة هلا في بعض الاسئلة حقيقة في افراح القيسي كان عنده سؤال عن مشاهدة معادلة الشهادات وفرص الفرمسيونات للصحفيين في فرنسا وهذا تقريبا انت اجبت عليه في وجدان النيفي بس ما بعرف هي موجودة ولا لا اعتمنى تكون موجودة هيكات بيبدأ معلومات بخصوص سنة الباس للأفرع الطبية طب بشري صيدة لأسنان هل بتنحسب على سنين الجامعة بكالوريا ولا هي سنة تحضيرية وكيف يكون التحضير لهاي السنة شو هي الخطوات والصعوبات المتوقعة هلأ 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 مثل ما قلت للأسف يعني بدراسات الصحية أو الطبية اللي هي صايرة برات فرنسا وخرج الاتحاد الأوروبي ما في إلى معادلة إلا من خلال الامتحان الوطني الامتحان الوطني هي إجراءاتها مختلفة وهيك هلأ الباس واللاس هنن في مختلفين اللي هو عمليا صار من الـ 2020 اللي هو تم تطبيقه من الـ 2021 بشكل خاص اللي هو اللي يسهلوا وصول الطلاب الفرنسيين أو غيرهم اللي يصيروا أطباء نظرا للحاجات المتفاقمة للأطباء والممرضين والصيدلاليين بفرنسا هلأ الباس هو مانو يعني الباس مانو امتحان واللاس مانو امتحان الباس هو السنة بعد التعديل بالقانون للوصول للدراسات الصحية صار فيه طريقتين للشخص يقدر يدرس دراسات صحية أو طبية وبالتالي يصير طبيب أو صيدلاني أو بيطري أو أي شيء له علاقة بالاختصاصات الطبية هنن واحد بيسموه الباس اللي هو أنه سنة بالجامعة بيدرس فيها الشخص مواد طبية فقط اللاس هو سنة بالجامعة لكن بمجال غير المجال الطبي اللي هو مثلا خلنا نقول الحقوق جغرافيا التاريخ أي فرع العلمي أو غير علمي ممكن يكون كيميا ممكن يكون أي شيء تاني يضاف إليها مواد إلى علاقة بالاختصاص الطبي فعمليا بالباس انت بس بتدرس مواد طبية باللاس انت بتدرس مواد طبية بالإضافة لمواد هي موجودة من فرع تاني هلأ ليش صار هذا الشي لأنه قبل كان فيه امتحان وطني أو تحضي يعني كان فيه سنة تحضيرية للمواد الطبية قبل الـ 2021 كانت عم تصير هاي السنة بيعملوا الطلاب امتحان وبعد هذا الامتحان هن بيقرروا مثلا كل الأشخاص اللي معدلهم 16 وفوق هن بيصيروا طلاب طب أشخاص معدلهم 15 وفوق هن بيصيروا صيدلة وهيك يعني كان فيه متل مفادلة خاصة بالطلاب اللي هن هم يدرسوا دراسات طبية بس هاد الشي التغى بعد هاد التعديل بالقانون للطلاب اللي هن حابين يصيروا دكاترة أطباء وغيره وصار في انو مشان ما يروحوا طلاب سنة وبعدين اذا ما نجحوا يروحوا على فرعة تاني ويبلشوا من جديد صاروا يقولوا انو نحنا بدنا نعمل اللاس اللي هو انو بيدرسوا مثلا حقوق ودراسات طبية اذا ما نجحوا ما تجاوز جابوا العلامة المنيحة اولنو المعدل المنيح هن بيقدروا يكفوا بدراسة القانون فبالتالي بيقدروا يصيروا سنة تانية او بيصيروا سنة تالتة وهيك عرفت فعمليا هن بس عملوا هاد الشي هن عم يقولوا انو ما في ماعد في هذا التسلسل متل ما كان بالامتحان لكن عمليا اللي عاملينه هو انو اذا انت المعدل تبعك هن بكل سنة الجامعة بتقول الطلاب اللي هن أنا بيقبل 15 طالب فهن كيف بدون يختاروا هال 15 اول 15 طالب عندهم على معدل عرفت فهو عمليا لغوا الامتحان بس دلوا محافظين على هاي الطريقة بالدخول للجامعة بالاضافة انو فتحوا مجال تاني اسمه اللاس بحيث انو انت تقدر تدرس اختصاص تاني مع المواد الطبية في حال قررت تغير رأيك او في حال ما اخدتك طالب بالدراسات الطبية والصحية فيك تكمل بالفرعة تبعك يعني ما بين الباس واللاس هون الطالب بيحدد مستقبل يعني الاثنين انو الطالب حابب يدرس طب خلينا اقولها هيك يعني الطالب هو حابب يدرس طب بس ما انو عارفان اذا هي حينجح فيها ولا لا تمام طيب في اما عبدالقادر وهي معنا عبدالس معنا هون كاتبين يعني تتخبرونا امتى بيكون التسجيل باي شهر للي عنده شهادة جامعية وحابب يستفاد من سنة اللغة اللي بتجامع فعلا هذا كتير بيمطرح انو امتى افضل وقت للتسجيل في نظام ساعات ولا هو نظام فصلي ايضا وفي جامعات عنده نظام ساعات اهلا بفرنسا ما في نظام فصلي ولا ساعة هو نظام سنوي مع انو القانون التعليم العالي والتعليم بشكل عام بفرنسا هو مكتوب انو هو لازم يكون نظام فصلي لكن العرف والعادة انو خلوه يتصير نظام سنوي اللي هو انت بتقدم اول مرة بتستجيل بالجامعة فبالتالي انت فيك يعني كانك انت مقدم على الفصل الاول والفصل التاني عرفت انو هيك بتصير اهلا امت التسجيل التسجيل بيكون حسب الاختصاص وحسب الجامعات وقداش مهمة ومعروفة ومشهورة ولا لا يعني مثلا اذا بدك تقدم على الجامعات قوية مثلا او مدارس عامة مثلا مثل سيانس بو مدارس العلوم السياسية بفرنسا بهاي المدارس اللي تقدر تسجل عليها هي بتمفتح التسجيل فيها مدد خمسة عشر يوم اللي هو بيكون من عادة بتكون من ثلاثة واحد لخمسة عشر واحد التسجيل فيها فقط خلال سنة خمسة عشر يوم خلال سنة فقط بس فقط لغير هيدا الوقت المفتوح لانت تقدم على التسجيل على الطلبات يعني تقدم عليها في جامعات هي بيبلش التسجيل فيها بحسب الحالة الادارية يعني مثلا هلا نقول الاشخاص اللي هناليوم طالبي يلجو وبدون يسجلوا سنة اولى جامعة بكالوريوز الليسانس يعني اجازة للسنة الالفين واربع وعشرين يعني بدون يبلشوا بشهر ايلول الفين واربع وعشرين يعني مو هاي دا الشهر السنة الجاية بشهر ايلول الجاي هنن لازم يقدموا من شهر اكتوبر يعني شهر تشرين الاول هاي السنة يعني بمعنى هنن لازم يبدو يعني اللي بده يدرس بسنة الجاي لازم هلا الشهر هذا يقدم إذا هو طالب لجوء إذا هو طالب لجوء لأنه فيه إجراء للتسجيل خاص اسمه دي اابي اللي هو الملف الاخضر يعني معروف باسم الملف الاخضر هو لازم يقدم عليه وهو هذا الملف الاخضر مفتوح من اثنين عشرة يعني اثنين تشرين الاول لا عادة سبتعش لا خمستعش أو ستعش سبتعش تشرين التاني تشرين التاني يعني شهر ونصف تقريبا مو تشرين التاني لا دي سامر كانون الاول كيف الفرنسي ما نترجم كانون التاني كانون الاول نوفامر ولا دي سامر دي سامر بيكون كانون الاول كانون اول ايه كانون الاول طبعاً لنص الكانون الأول يكون خالص التسجيل فهذا شخص إذا ما سجل بهذا الوقت بيروح عليه التسجيل طيب ما بعرف إما إذا حصل أخذت إجابتك إذا في عندك أي استفسار مع أبطالك فيك تكتبي أو إذا بتحبي تطلعي تسألي هلا في كمان الحسين أو اسمك عبد الرزاق الحسين إذا حابب تطلع أو تسأل ياريت تبعت الطلب يعني في طبعاً أسئلة هون ما بعرف إذا تم الإجابة علي ولكن لازم تشوف لو سمحتوا أنا معاد لي يبدو بس في خطأ من لي شهادت البكالوريا وبدي يدرس طب أسنان شو الخطوات بتمنى المساعدة هلا طب الأسنان هو دراسات طبية يعني فبالتالي معادلته الشهادة مستحيلة في يعني في في طرق اللي هي أنه تعمل الباس أو اللاس لا تقدر ترجع تسجل من أول جديد يعني أن تكفي دراستها أما أنه تعادل تعادل فهي لازم تبلج بالإجراءات الخاصة اللي هو للأطباء وهذا يعني لازم تكون يكون الشخص عنده مستوى كثير كثير منيح بالفرنسي يعني بي دو أو سي أ لحتى أنه يقدر يسجل على الامتحان بالإضافة لمجموعة أوراق وكل شيء فيه جروب خاص اسمه جروب الصياد اللي يعني والأطباء في فرنسا بتقدر تحصل على كثير معلومات من الأشخاص اللي هنا ما عيشوا هاي الحالة لكن معادلة فيه شيء اسمه معادلة اختصاص وفيه شيء اسمه معادلة دراسة لأن معادلة الدراسة طبية ما أنا موجودة معادلة الاختصاص اللي هو لازم يكون من خلال الامتحان الوطني وتسجيل الامتحان والتحضير لإله وكل هاي الإجراءات التعامل فهي فيه عمليا بس تعدل الاختصاص بس ما بتعدل الدراسة تمام الجوري بتوقع الإجابة إجتك إذا حابة تسألي ياريت تكتبي بالتعليقات أو زحاب بتحكي عبد الرزاق في عنده استفسار أهلا وسلام شكراً كتير له اللقاء الآن مشكلتي مركبة أنا وما حأاخد وقت كتير ويمكن اللي مريت فيه مروا في بعض خد وقتك بشرحة مشان تاخد إجابة يعني خد وقتك مشان تاخد إجابة صحيحة ما تربيك لأنه من شوي رودي حكي كلمة كتير جوهرية على فكرة قال إنه أحيانا عدم المعرفة بك كيفتك تتوجه هذا الموضوع بيسبب لك عراقي فلا يفضل تحياتي شكراً أنا معي ماجستير من مصر من 2007 ومعي لسانس من سوريا أنا لاجئ بفرنسا من أكثر من خمس سنوات تقريباً طبعاً كان فيه آمال وأحلام وطموحات إنه أقدر أكمل دكتورة ما عم بسمع صخر ما بعرف إذا فيه سؤال رحظة ما عم تسمع عبد الرزاق أنا شلت السماعات ما سمع طوتي؟ رودي عم تسمعه؟ لا رحظة عبد الرزاق عبد الرزاق بدك تنزل وتطلع مرة تانية بعد إذنك طيب نزل ورجع وكان عم يسأل أسئلة حقيقةً أطع الصوت بس طلبت منه ينزل ويرجع يطلع بس لحتى يحكي عبد الرزاق بعدك موجود معنا أم لا؟ عبد الرزاق معنا هلا رودي عم تسمعه لعبد الرزاق؟ لا إذا بدك خليه يعني أنت بترجع بتعييز السوء معنا تنزل أنت رودي إذا بترجع تطلع معنا تلك المشكلة من عندك كيف لابا ننزل أنه؟ أنا راح شوف نحصة ترجع طيب أنا راح شيدك أوكي نحصة وبدنا نشوف الأرود هلا ما يكون طار أيوة دار رودي تفضل رودي بعطل لك طلب يا راي تتقبله أنا عم بسمعك و أنا مني يا حلا طيب عم تسمع عبد الرزاق فيك تحكيها لأنا نشوف رودي إذا سمعك أوكي سمعني هيك؟ تمام هيك إيه هيك يلا كنت أقول أنه أنا معي ماجستير من 2007 من مصر معي لسانس من سوريا أنا بفرنسا من حوالي الخمس سنوات إلى شهرين عملت إيريك ناريك لالليسانس و للمستر أخذت كردت أوروبيان 300 نقطة و ديبلوم فرانسي واحد سألت بالجامعة أنه هذا يعادل المستر دو و بقدر دايريك روحها الدكتورة أعملت دو باسخيل بأو و بيدو بالجامعة بالمدينة الأنفية ثلاث سنوات كل ما بسجل بمنصة بلاتفورم تبع الدكتورة كل أوراق مضبوطة وكل معايير تنطبق علي بخاصة جامعة أكس مارساي و بوردو وخاصة لمستوى اللغة اللي عم يطلبوا نجي على موضوع المشرف على الأطروحة ما في مشرف ثلاث سنوات يوميا شان ما بالغ يوميا بكتب لدى كاترة فرنسيين أو عرب أو من أصول عربية أو فرنسيين أنه أنا وضع واحد اتنين ثلاثة عندي ملخص الأطروحة جاهز و عندي المعايير كاملة وتنطبق علي كل شروط الدكتورة ما في رد ما حدا بيرد حاول تروح أكتر من مرة بشكل شخصي ما في استقباد السنة الماضية عن طريق الطلب المنفيين مشكورين حاولوا يساعدوني كان في صبية مغربية يمكن أو تونسية حاولت تساعدني بحيث أنه نقدر على الأقل نتواصل مع دكتور يقدر يعمل أو يناقشني أو أعطي فكرة عن الرسالة اللي أنا بدي اشتغل عليها ف للأسف ما كان فيه إمكانية قالت ليه أحسن حل أنه ترجع تعييد الماستر دو و بنفس الجامعة اللي أنت عم تعمل الماستر دو فيها ممكن تكون فيه علاقات مع البكاترة تقدر ضليت سنتين أقدم على الماستر دو ما ينقبل مع العلم أنه كمان كل المعايير تنطبق عليه فنصحوني أنه رجع أعمل الماستر آ يعني شوف شلون عم ننزل بالمشكلة لتحت رجعت عم أقدمت على الماستر آ مرتين هاي السنة طلع لي الماستر آ لما بدي روح سجل إدارية مع أنه المنصة الوطنية الماستر حاطة معيار أنه قبول اللغة الفرنسية هو بيقى بيجي مسؤول الماستر بول أنا ما بقبله بدي سيئة أنا وقفوا لي تسجيله قال أنا محامي ودارس قانون فرحت على الموظفي أول شيء قالت لي ما بيطلع بيدي شي روح على المسؤول رحت على المسؤول بصراحة يعني اضطريت احكي معه بطريقة أخرى يعني وطل له أنا بالقانون أنت ما بيحقلك لأنه المنصة الوطنية على مستوى التراب الفرنسي حاطين هذا الشرط وأنا حققت هذا الشرط أنت ما بيحقلك بتطلب شرط أعلى منه طبعا مثل ما تقول يعني صار موقف ممنح الثاني يوم بتجيني لنسخة الشهادة السكولير نوافق بعد الآن أنا عمري فوق 47 سنة يعني ما بيحق اللي بورس السؤال أو سؤالين السؤال الأول مكتب العمل اللي عم يلاحقني على العمل والفرنسيونات أنا طول عمري شغال محامي وشغال بالإدارة وبالصحافة الثورية وبحقوق الإنسان ما عم يعرض عليه مكتب العمل إلا روح يجلس هون أنا ما بروح بجلس هون ما وتكبر على العمل ولا شي لكن أنا ما عندي إمكانية التاريخ العلمي والأكاديمي كلهم شا روح يجلس هون وما يزبط معي أنا عندي إمكانيات قدر بيستثمرها بأمور أخرى ألا بكرة عن مكتب العمل هل رح يلغي وضعي كباحث عن عمل ويلغي لأنه أنا سجلت طالب لكن بنفس الوقت أنا طالب لكن ما بيحق إلا البخص فشو فيني أنا إحكي مع مكتب العمل شو الصيغة اللي ممكن تناسب هذا الموضوع السؤال التاني أنا خمس سنوات يفترض إن لو أدران لاقي مشرف على أطروحتي كان تخرجت هلأ وصير الدكتور السؤال التالي وأخير آسف عملت أنا ماستردو بالمدرسة العليا للصحافة بباريس باللغة العربية أربع شهور وأنا عم دور وراسل على مكان أعمل فيه استاج ما بيردو يعني ما حدا تنازل للفرانس 24 ولا الدي دابليو ولا التلفزيون المحلل بالمدينة الأنافية ولا مكتب ولا بيت الصحفيين ما حدا رد يعني ما بعرف بقولوا عن العرب إنه ما عندهم مالتزام بالوعد أو ما بيردو والله اللي شايفوا أنا الفرنسيين ما بيردو يعني آسف فهي أسئلتي يعني بتمنى ما كون أخدت وقت كتير وبتمنى تكون سجلتون حتى أحصل على الجواب اليقين يعطيك العافية آسف أبل ما أختيك بس كلمة أنا وقت لصدتني شهادة للتسجيل السكولير حطيلي علي فورمسيون فيرمننت بينما لما جاني القبول كان فورمسيون كونتينيو وطالبين بالإيميل اللي بعتولي اليوم إنه وقع عقد التدريب المهن هيك سموه فأنا صراحة مطلخضة لأنه ما عندي طلاع سابق على موضوع المدرد الجامعة والعمل بنفس الوقت أخيرا موضوع تبع الكمبيوتر أنا اليوم تاني يوم بالجامعة لا عملح أكتب وراء الدكتور وطلبت من الدكتور ملازم أو محاضرات فرفضوا بشكل قاطع ألا بدأ أكتب وراء يطلقوا أنا ما متعود بسوريا كان عنا مكتب وبمصر كان يعطونا محاضرات مكتوبة أو موجودة على النت أنا كيف بدي أكتب وراءك قال هيك نحن فكمان ما عملاقي كمان وسيلي لهذا الموضوع وضايع بين متابعة الدراسة وبين مكتب العمل وبين روح أدواء لفرميسيون مهني مشان قدر اشتغل وأمن أموري فأنا بصراحة ضايع وبتمنى يكون عندكم الحل شكرا كترت كترت الأسير يا حرموني عاسب كتير عاسب شكرا بس هو طبعا اللي بدي لك هو رودي بدي أجابك ضمن الاختصاص طبعا لأن في أسير يعني خرجت عن الاختصاص فتفضل رودي شكرا شكرا كتير على هالأسيلة و اللي حابب لك يعني أنه اللي عم يصير معك هو عم يصير معنا كلاياتنا وهو شيء طبيعي والأهم هو أنك أنت ما تفقد الأمل هلا بالنسبة للوصول للدكتوراه يعني الآن أظن أنه الإشكالية هي كانت أنه هنا نعم يفكروا أنه أنت عم تقدم على منح الدكتوراه ولهيك هنا نرافضين يعني لو أنت كانت موضح أنه أنت الطلب الدكتوراه تبعك هو بس أنه بدك تدرس دكتوراه من دون منحة هذا الشيء سهل وبيعطوه لمن ما كان وبيعرفو أنه هو خلال سنتين ثلاثة عشرة خمسة حيحاول ضبطت معه ضبطت معه ما ضبطت معه ما في مشكلة هذا الحكي كان سابقا هيك للألفين وثمنتاش بالألفين وثمنتاش نزل قانون جديد صار يجبر دكاترة الجامعات أنه هن ممنوع يستلموا أكتر من عشر طلاب بالدكتوراه ليش عملوا هذا الشيء هذا الشيء عملوا لأسباب مالية بمعنى أنه كانوا دكاترة الجامعات هن يوصلوا لعندهم ثلاثين لخمسة وثلاثين أربعين مئت شخص يعملوا دكتوراه لعندهم كل طالب دكتوراه الدكتور بالجامع يأخذ عليه مساري ساعات إضافية فبالتالي يتشفوا كانوا بالجامعات أنه في دكاترة يأخذ 16 أهل دكاترة يأخذ عشر تلاف سبعة تلاف من تلاف لأنه عندهم طلاب أكتر فالقانون لما ألزمهم بعشر طلاب بس وكل طالب هو لمدة ثلاث سنوات فقط لا غير يعني هو ماعد يأخذ أكتر من عشر طلاب وكل طالب هو ثلاث سنوات وصار ملزم أنه يعطي نتيجة بمعنى أنه شوفوا أنا خرجت هل أد طلاب دكتوراه هل أصار عندي طلاب دكتوراه وهيك هذا شيء أثر هذا شيء أثر على الدكاترة وبالتالي صار يضغط عليهم دكاترة الجامعات فصاروا يختاروا النخبة والأفضل ليش لأنه يعرف أنه هيلتزم بثلاث سنوات مع هذا الشخص هذا الشخص بثلاث سنوات هيعمل طروحة تبعيته وبيخلصها وبيطلع فبالتالي أنا بقدر أجيب غيره وبالتالي أنا بقدر نجح غيره وأنا بقدر إرفع المستوى تبع عدد الطلاب اللي هني عم يدرسوا عندي واللي صار هو ما لازم يتجاوزوا عشر طلاب دكتورة هذا هو السبب اللي صار عمليا الليوم عم يرفضوا كتير وبنفس الوقت صار فيه ضغط على الجامعات بتخفيف الميزانية تبع المخصصة للطلاب للدكتورة وصارت المنحة كتير قليلة وخاصة بالدراسات اللي هي الدراسات الاجتماعية والآداب وهيك صارت كتير قليلة وممكن بتلاقي بكل جامعة ممكن بتلاقي بجامعة مثلا ثلاث طلاب فقط هنن اللي حاصلين على المنحة والباقي هنن طلاب عم يدرسوا على حسابهم فيك تدرس دكتورة على حسابك مندون اي مشكلة هنن ما عندن هاي الاشكالية لكن انك تاخد منحة هون بيكون سبب هو هيك الاشكالية تانية هي انه ليش ما نلاقي مشرفين يقبلوا فينا كأشخاص منفيين الاشكالية هي انه انه غالبية يطلعوا فينا كأشخاص معنا منهجية فرنسية بالكتابة فبالتالي مننا مهيئين لنعمل الدكتورة بفرنسا لانه لحتى نفهم المنهجية العلمية والاكاديمية لحتى نقدر نبدأ نكتب ونقرأ وبعدين نعمل الكتابة البحث لا سوف نترك الدراسة فبالتالي لا يوجد داعي ان نفوت عليها وهذا يجعل الدكتور العربي قبل الدكتور الفرنسي للاسف لانه الدكتور العربي يعتبر هو الوحيد الذي يستطيع أن ينجح بهذا الشيء وليس لا يوجد شخص لانه يتعبع على حاله هو الأول هو الأفضل كل شيء لهذا صار هذا الشيء باستثناء بعض الدكاترا اللي من الأصول العربية اللي هن كتير متساهلين والمتضامنين مع الطلاب الأجانب ويساعدوهم كتير ويشرفوا عليهم وبوجه لهم تحية كتير كبيرة لدول الدكاترا اللي هن فعلا متضامنين لهذا نطلبوا منك أنك تعمل مستر دو لأنه الدكتور اللي هو بيشرف عليك بالمستر دو هو بيشوف أديش أنت أدران فعلا أديش أنت متمكن من المنهجية الأكاديمية ومن البحث ومن التحليل وما أنك جاية بالنصوص مكتوبة بالعربي من ترجمة للفرنسي وعم تقول الدكتور أنه هذا هو بحثك وهذا هو شغلك يعني فبالتالي بيتأكد من إمكانياتك من قدراتك ولهيك بيكتب لك رسالة قبول والتوصية بالدكتورة فبالتالي ممكن أنك تحصل على منحة وممكن تحصل على قبول لأنه هو اللي حيكون مشرف عليك لأنه ديجاء أشرف عليك بالماجستير سنة ثانية وممكن يكون أشرف عليك بالماجستير سنة أولى يعني السنة الأولى والسنة الثانية من الماجستير هي أنت اللي تقدر تقنع الدكتور اللي مشرف عليك بالماجستير على أنه أنت قدران تكفي ثلاث سنين دكتورة وتنجح فيهم وتطلع ببحث هو يكون جديد يوصل لنتائج جديدة ويوصل لمعرفة جديدة وما يكون هو عبارة عن نقل مؤلفات وكتب من العربي للفرنسي للأسف يعني اللي يصير بغالبية الأوقات لهيك عم يرفض المسؤول بالماجستير يقبلك هلأ ليش صار أنه اليوم عم يعني ليش رفضك هو أول شي لأنه طلب السياء لأنه خاف طلع هيك آه أوكي أنه أنت حتحسبه كشخص بالماجستير لأنه هو لما بيكون الدكتور بالجامعة وعنده كمان التزامات تانية هو لازم يدير الفورميسيون هو لازم يمشي يعني دروس العملية هو لازم يعطي دروس لطلاب الدكتورة هو لازم يصلح فهو عمليا عنده كتير شغل وما بده يرجع يضيف على حاله الشغل هو مرافقة شخص بحاجة لمرافقة خاصة لأنه عندك حالة استثنائية اللي هي أنه أنت عندك إشكالية باللغة أو إشكالية بالمنهجية العلمية أو إشكالية بالمتابعة والحصول على الدروس وهذه الشغلات لهيك هو بيفضل أنه يتجنب هذا شيء طبعا هذا شيء أناني منه يعني وهو مرفوض بالمطلق يعني لكن للأسف هاي هي الغالبية اللي عم تصير لهيك نحن بالاتحاد عم نشتغل على فكرة نوعي أساتيس الجامعات للمشاكل الخاصة اللي بيعاني منه الطلب المنفيين ليقدروا يضامنوا معهم بشكل آلي وذاتي ويساعدوهم اللي صار معك اليوم لما أنت عم تلو أنه أنا بدي المحاضرات بدي محاضرات بالمكتوبة على الإنترنت أو الكتب وهيك هذا الشيء بفرنسا ما نو موجود لأنه أنت الأول يوم بالجامعة لما بتفوت على الجامعة هتلاقي ورقة بمدخل المدرجة أو بمدخل القاعة مجموعة أوراق مخروزين بهي المجموعة الأوراق المخروزين هي عادةً شو بيكون مكتوبية بيكون مكتوبية الكتب اللي أنت لازم تقراها خلال هاي سنة لهي المادة بس اللي حاطت الدكتور المواد الورقة هاي قدام المدخل لتقرا فهي القائمة الكتب بتكون عبارة عن 15-20 كتاب لازم تقراهن لهي المادة بس اللي هو عم يعطيها وهو بدك تنتبع على شغلة إنه هو ما بيسمح لك يعني قانونيا هو ممنوع أنت تكتب الشي اللي بيحكي الدكتور بالمخاضرة بمعنى إذا أنت كتبت بالامتحان الشي اللي قاله الدكتور الدكتور من حقه يحط لك صفر لأنه أنت عم تعيد الكلام اللي هو عم يحكي باسمك بمعنى أنه أنت ما عم ما عم تقول أنه الدكتور حكى هذا الشي وهذا الشي وهذا الشي وأنت ما عم تعطي رأيك لكن أنت عم تحكي على لسان الدكتور فأنت عم تنتهك الخصوصية الحق الملكية أو فكير هاي هي الفكرية الملكية الفكرية الملكية يعني حقوق النشر حقوق النشر طبعا أنت عم تقول كلام هو للدكتور بس أنت عم تكتبه وعم تقول كلامك فلهيك هذا بيسموه بلاجيا يعني أنه أنت عم ترجع تكتب شي هو قاله الدكتور وعم تنسبه لحالك لهيك ما منعبث وبالتالي ما عمل أي مجهود بالدراس مع هذا بصم الشي اللي قاله الدكتور وهذا ممنوع بفرنسا ما أنا ممكن لأنه هنا بيقولولك أنه أنت كطالب مهمتك أنك ما تعيد اللي أنا عم أقوله مهمتك أنك تحلل الشي اللي عم أقوله وتعطي رأيك بعدين فيه وتنقده وتكون مع أو ضد وتستند على الطريق اللي أنا وضحت لك يا أثناء المحاضرات أنه أنت كيف فيك تحلل هذا الشي أو هداك الشي عرفت فلهيك هذا هو الفرق اللي عم يسير لهيك الدكتور ما حيعطيك المحاضرات يعني ما تتوقع أبدا هذا الشي اللي حكيته أنا بالمحاضرة لأنه بيعتبر أنه هذا هو نتاجه الفكري هو حقه كتير مصاري وهو مستحيل يرضى يعطيك ياهون إلا إذا كان الدكتور كتير متفهم ومتضامن لحالتك ولخصوصيتك بهي الحالة هو ممكن يتساعد معك يعني يقلك أنه عود إراه هالكتاب وإراه الشغل وإراه الشغل وممكن يبعث لك الشي اللي هو محضره رؤوس الإقلام اللي هو محضره ويطلب منك أنك أنت ما تنشرها أو تعطيها لأي حدا تاني لأنه اللي عم يسير هو أنه إذا أنت عطيتها لحدة تاني أو الدكتور عطاكها اللي هو غالي يعني نحن مثلا إذا أنت عامل بدمشق يعني مكتبة عرفة مثلا كان تحكي حقوق يعني مكتبة عرفة بالشام هي كانت بيدفعوا مصاري للطلاب يحضروا المخاضرة ويكتبوا المخاضرة وبعدين يروحوا يدقوها بالمكاتب وتشتريها للمخاضرة يعني تشترك بمكتبة عرفة لتقدر تحصل على المخاضرات اللي كان عم يحكيها الدكتور في فرنسا هذا شيء ممنوع وما بيصير يعني لهكي هو ما بيقدر لهكي نحن بالاتحاد نحكي مع دكتور الجامعة عن حالتك الاستثنائية وبنشوف طلاب بالجامعة تبعيتك بالسنة الدراسية تبعيتك اللي يقدروا يعطوك الشي اللي حكاة الدكتور وبالتالي أنت ترجع تترجمه تشتغل عليه ترتبه تضبط وضعك بحيث أنه تقدر تفهم على شو عم تحكي الدكتور وتكتب بالأجوبة طبعا ما نسوأل وجواب يعني هو دائما يكون تحليل لو بحث عنه صغير تكتبه بحيث أنه الدكتور يشوف أنه أنت عم تبذل مجهود وهيك هذا بالنسبة للدكتور بالجامعة وليش عم يترددوا وليش عم يتصير هاي المشاكل هلا بالنسبة للسؤال اللي يقلو علاقة بمكتب العمل والبولوم بلوا إذا أنت عم تدرس هل بحيث لك تحصل على على الإغساء أو لا إذا عمرك 47 سنة وإنت عندك عائلة أو لا هذا سؤال ما يعني ما وضحت لنا الحالة لكن أنا حقلك إنه هلأ إذا أنت عم تدرس ماجستير سنة أولى أو سنة ثانية بدك تنتبه إنه إذا صرحت لمكتب العمل إنك أنت عم تدرس فهنه هاي وقفو لك المساعدات الاجتماعية وإنتي ما بحقلك تحصل على منحة الجامعة لإنه عمرك تحت 35 سنة فاللي فيك تعمله هو إنه بدك تعرف قديش المستشار الخاص فيك بالبول امبلوى هو الاسستان سوسيالي يعني هو نفسه الاسستان سوسيال الكنسيات تبع البول امبلوى الكنسيات تبع البول امبلوى قديش هو حدا متفهم ووعي لحالتك بمعنى إذا أنت قلت له إنه أنا هلأ عم بدرس ماجستير وإن قبلت بالماجستير وبيدي أدرس فيه لقدر أحصل على وظيفة أفضل بعد بسنة فهو ممكن يقدر يعملك سنة فورماسيون بمعنى أنه أنت عم تتعلم بالجامعة لتقدر تحسن ظرفك الاقتصادي بعد سنة أو بعد سنتين فبيتغاضى خلال هاي الفترة على أنه يقل لك تعال احضار الفورماسيون الفلانية على كيف أنت تكتب رسالة دافع أو سيفي تابعك أو روح يشتغل بالمطعم الفلاني أو بالشغلة الفلانية عرفت هو بيتفهم وبيقول أنه أوكي هذا شخص اليوم هو عم يشتغل على حاله ليقدر يزبط الوضعه اقتصاديا ويقدر يشتغل بمهنة تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات الخاصة فيه لابدك تنتبه أنه مو كل الموظفين بالبولومتواب بيقبلوا بهذا الشي فبالتالي بدك أنت تشوف قديش هو ملغة لتسجل بالجامعة لتصير محامي لتصير دكتور لتصير مهندس لتصير موظف طبيعي يعني بأي مكان تاني حسب مؤهلاتك وقدراتك وإمكانياتك هذا اللي بدك تعمله وبداك تنتبه أنه مثل ما قلت لك أول شيء بتتأكد إذا هو فعلا حدا متضامن معك ولا لا ممكن يكون عنصري يصير يضغط عليك وهيك فبداك تنتبه على هذا الشي بالنسبة للفرمسيون اللي حطت لك ياها إنو هي اليوم هي فرمسيون كونتينو لأنو أو فرمسيون انيسيال هي إنو لما ما في عملية نفرق بين الفرمسيون كونتينو والفرمسيون انيسيال غير إنو الانيسيال هي بتكون إنو أنت ما عندك أي شغل تاني بحياتك غير إنو أنت عم عم تدرس فبتالي بحيلك تحصل على المنحة لعمر الخمسة وثلاثين سنين الفرمسيون كونتينو هي للأشخاص اللي هنين عملوا كتير شغلات بحياتهم عملوا كذا مهنة كذا إجازة كذا شغلة ونقصهم شهادة اللي يقدروا ينجحوا بفيا ويقدروا بالتالي يحصلوا على معادلة وظيفية أو الترفيع وظيفي إنو يترفعوا وظيفيا يعني إذا كان مثلا مساعد مدير بيصير هو مدير لأنو إذا حصل على هاي شهادة فهاي بيسموها اللي هي بتكون مثل مثل الأنيسيال بس في عدد ساعات معينة محددة ممكن تكون بالمساء ممكن تكون باقي الأوقات بس هي ما بتأثير على أي شي والدبلوم اللي بتحصل عليه بالنهاية هو نفسه اللي بتحصل عليه وقت اللي بتكون مخلص مخلصة كأنيسيال يعني فأموانا مكتوبة علي إنو أنت عملت فرمسيون كونتينو هذا هو الفرق بين اثنين وما في أي إشكالية يعني وبالعكس بالفرمسيون كونتينو إنزاي فيك تقنع المساعد الاجتماعي تبعك أو الكنسيير المستشار تبعك بالفرمسيون إنو يعتبر لك يعتبر لك أهمة الفرمسيون يعني إنو أفضل وفي الفرمسيون التنينو إذا كنتشفوا أنو أنت تدرس بس أنو أنت هي فرمسيون التنينو لا يمكن من منعو عنك المساعدات كمان يعني إذا كنتشفوا أنت هم طبعا من هذا فلذلك انتبه بكل الأحوال وما لازم يعني أنه لازم عن جد تنتبه على القصة كتير يعني بالنسبة للألترنانس والستاج والعالم الصحافة العربية طبعا مدرسة الصحافة العربية بباريس يعامل هذا البرنامج الخاص كان للصحفيين العرب الناطقين بالعربية يعني ومنتشكرون على هاي المبادرة وبظن أنو نساعدوا كتير الصحفيين اللي يحصلوا على شهادة الماجستير اللي هي بتعتبر شهادة الماجستير مثل مثل أي جامعة بفرنسا مثل مثل أي مدرسة بفرنسا كاملة الحقوق يعني وتعطيك حق الحصول على الجنسية حق الحصول على دكتورة كل هاي القصص يعني أنه أنت فيك تقدم عليها يعني الإشكالية هي أنه مثل ما قلت بالستاج وبالالترنانس لأنه للأسف يعني بدك شبكة علاقات واسعة إذا بعثت إيميل يعني هنا باليوم أنا فيني أقول لك أننا نحن على مستوى جمعية باليوم ونتلقى 250 إيميل أقل على مستوى جمعية صغيرة مثل جمعيتنا يعني نتلقى 250 إيميل باليوم فأنت فيك تتخيل مثلا جامعة أو مؤسسة هي كم إيميل عم توصلا فهو طبيعي كتير ما حدا يجاوبك لأنه وقت بدك تقدم على الألترنانس أو على الإستاج يفضل يكون عندك كونتاكت معينة مسؤول معين شخص معين لا تقدر تحصل على الإجابة أو على طلب الإستاج تابعك هلأ نحن كاتحاد بلتنا بمشروع صغير نحن هلأ عم ننخلق ماركة عم نعمل ماركة لنقدر نعطيها للمؤسسات المتضامنة مع توظيف اللاجئين بالإستاج وبالألترنانس وهذا اللي هلأ عم نشتغل عليها هذه السنة هذا من المشاريع اللي عم نشتغل عليها لأنه ما بتتخيل أديش في طلاب هن اللاجئين ومنفيين عم يفوتوا على الجامعات وما عم يقدروا يكفوا تسجيلهم أو ما عم يقدروا ينجحوا بالدراسة تبعيتهم يعني يكفوا الدراسة تبعيتهم لأنه ما عم يلاقوا ما عم يلاقوا مؤسسة تقبلهم فهذا الشي اللي نحن هلأ عم نشتغل عليه وهذا الشي اللي نحن هلأ عم نحاول نطوره وهو من المشاريع قيد الإنجاز قبل ما ننتقل لإستاذ يونس هذا المشروع أين تمكن يبدأ العمل فيه أو الخدمة؟ نحن عم نجهزه يعني عمليا عم نجهز عم نجهز مجموعة شركات عم نشتغل هلا على تدريب الإغاش طبعا المدراء الموارد البشرية بحيث أن هون يصيروا يتفهموا الحالة الاستثنائية لللاجئين لا يقدروا يقبلوهم بالإستاج أو يقدروا يقبلوهم بالالترنانس يعني عرفت لأنه هنا بالنسخة العلوان يشوفوا أنه ديجال اللاجئ هو مخرج يشتغل وراء مكتب يعني هن الربيانين كبرانين على هاي الفكرة عرفت فنحن هاي أول شغلة بنشتغل عليها أنه هو اللاجئ قادران يشتغل وراء مكتبه واللاجئ عنده إمكانيات مؤهلات وقدرات يعني تحسين الصورة المواردية ما أول شيء بنشتغل معهم لأنه هن العرقل الأساسية الأولى للدخول للشركة أو المؤسسة وبعدين من خلالها بنشتغل يعني عم نجهز ورشات عمال مع الشركات بحيث أنه نحن لما بنعطيك هاي الماركة فهذا بيعني أنه أنت المسؤولين تبع الإغاش أنه نصاروا مؤهلين لإيجاد وسيلة خاصة ليعملوا مقابلة التوظيف مع اللاجئين والمنفيين الموظفين والإغاش هيكونوا عم يشتغلوا بشكل منفتح ومتعاون أكتر مع الموظف اللاجئ بحيث أنه يكون الوضع أفضل وأسهل لإندماجه لنجاحه هذا كثير بيأثر تمام طيب الإستاذ يونس بتمنى هيك عبد الرزاق جتك لإجابات علما في شغلي بتضيفها كتب شيار بالتعليقات في كثير حصلوا على إستاجات بفرانس فانكات خوب منتكار له أو توظفوا عليها فلكن فعلا مثل ما حكا خذ يبدو أن الموضوع بده شوية علاقات الإستاذ يونس تفضل عندك سؤال مساء خير شكرا صحر صوتك ضعي صوتك ضعي كم نح ألو كم نح صحر يعني نوع يعني نوع مجال سأعود سماعات يكون الوضع يعني أفضل أول شي يعطيك العافية سازة رودي يعطيك العافية صخروي ومساء خير لكل الموجودين على المنصة سؤالي هو صراحة هو التجربة صارت معي أنا التقيت بالسفارة بالقنصل بالسفارة اللبنانية السفارة الفرنسية في لبنان حكيت له وضعي لأنه كانت لألي أنا دعوة جاية لفرنسا خلال اللقاء حكيت له عن وضع الدراسي قالت لي أنه صارت تحكي له عن الميزات اللي ممكن أحصلها بفرنسا مجرد وصولي حسيت أنه إذا أنا وصلت لفرنسا رح استقبلني وزير التعليم العالي صراحة على الباب الطيار اللي قال لي تعال على الجامعة اللي صار أنه لما أنا وصلت على فرنسا بال2015 قالت لي السوسيال خبي شهادتك ما بتلزم مشان تقدر تلاقي فرصة عمل وتقدر تعيش بفرنسا اللي صار أنه هي حاولت بشتى الطرق أنه ما بتخليني يكفي تعليمي أبدا بعدين فجأة صار أنا طبعا مقيم بستراسبورغ صار في برنامج تعليم لغة فرنسية للاجئين وهي عبارة عن منحة من قطر مع جامعة مع جامعة ستراسبورغ سجلوا فيها تقريبا 200 شخص أو 200 شخص سوري وعراقي كانت المنحة مجانية أجل قرار حرمان خمسة خمسة عائلات أو خمسة أشخاص من الفرماسيون من هذا وحرمان من كل المساعدات الاجتماعية بما فيها السكة واللي كانوا للسوء الحظ من هال الخمسة اتنين من نفس العائد هو أنا وزوجتي حالا أسارات طريت أنه أنا أترك وأترك زوجتي كونه أنه هي بملف المساعدات الاجتماعية الأغيسة مكملة طبعا حتى عادت المساعدات الاجتماعية الأغيسة بعد ستة تأشير كمتا أنا اشتغلت فما عاد رجعنا على المساعدات الاجتماعية الأغيسة طبعا الشغل هو عبارة عن مطعم ضمن مطبخ مركزي حاولت أنه أنا أتجه لأدور على فرصة التعليم طبعا أنا خاصة على ماجستير بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وهي جامعة هو تعاون ما بين جامعة دمشق والجامعة العربية كان منهاج هو منهاج أمريكي التعليم باللغة الإنجليزية بجامعة دمشق عند بلية العمارة اللي بيعرف يعني بدمشق لما قدمت على تعديل الشهادة عبر الإنترنت عبر الموقع أجالي القرار اللي كان صادم أنه أنا جامعة دمشق غير معترفة بالشهادة تبعي الماجستير السبب أنه الجامعة العربية لما أخذت موقف من الأحداث أو من السورة السورية الإيجابي الجامعة دمشق قطعت أي صلة لها بجامعة العربية تعرفوا أنه انطردت هي من الجامعة العربية أو جمد كرسيا فعلى أثرها أنا حرموني من الاعتراب بالماجستير لأنه النظام ما أنا أعترف فيني فهاي كانت عقبة غريبة كتير كتير علما أنه أنا الختم على شهادتي أنا جبت معي شهادتي موجود جامعة دمشق وبالتالي ما في يعني ما في أي عملية تزوير طبعا نتيجة الدراسة الأربع سنوات اللي أنا سويتها بجامعة دمشق بكلية الاقتصاد أعطوني ماجستير تنين طبعا نفس حسان عانيت ما عانيت أنا قدمت على فرصة ماجستير واحد ماجستير تنين اللي جامعاتي كتير ضمن ستراسبور فقط لأنه صعب معاقلتي التنقل أو تركن كان دائما يجي للرفض بأنه ما في قسم يناسب للشهادتي فكان هذا يعني إنه شي غريب إنه أنا إدارة مالية ما بيقبلوا لأنه أنا اقتصاد كلي اقتصاد كلي بقدم على طلب ما بيردوا أشاروا لي إنه في طريقة للتسجيل وهو بالمدرسة العلية للاقتصاد وهي هون مدرسة نخبوية جدا جدا رسم السنوي عشر تالاف يورو إذا بعد ما يتم المناقشة لا يوافقوا عليك رقم كتير كبير عليه إنه أنا أقدر أدفعه حتى الآن أنا صال لتسع سنوات بفرنسا ما قدرت أحصل على مستوى واحد من اللغة يعني طبعا رحت على نتيجة إنه أنا شوماج أنا شغل كان في مقاومة سديدة لأحصول أي دورة لغة أو أي دورة على حتى على مستوى إكسل يعني رغم كل الشهادات اللي أنا قدمت وإنه أنا مدرس بجامعة دمشق بمواد كتير من إكسل بس بدي يعني بدي شغلي لأثبات إنه أنا اشتغلت بسوريا بدي شغلي لأخضر أكمل نقطة يعني أنطلق وإنه كان معظم من الكلام إنه أنا عمري كبير 42 سنة طبعا أنا عم أحكي هذا الكلام بسيط لدرجة إنه الكنسي تبعي بالبولم بالواء قالت لي شايف هاي البناية كلها دكات رلاجئ رح نخليهم اشتغلوا عمال نظافة وإنت بدك تشتغل عمال نظافة لهالدرجة من الوقاحة طبعا أنا ما عندي مشكلة يعني صراحة بس هذا هذا هو انتحار سياسي لألي لأنه أنا أحكي بالاقتصاد وأقول إنه أنا بشتغل عمال نظافة إيشو هالاقتصاد اللي أنا عم أحكي فيه فلما فهمت قالت لي ما فيه وفعلا اضطريت إنه أنا بشتغل كتير أشياء خاصة يعني يعني لعائلتي لأنه بني بفرنسا ما فيك تشتغل يعني عبر الحدود يعني العقلي الفرنسي اللي كلاتنا عايشين في فرنسا ما ما بتستقبل هذا الموضوع شباب سوريين صغار من عمر ما بعرف حتى شهاداتهم يعني يعني كخبرات وشي يعني جامعة تعليم مفتوح فرضا بيحصل على فرصة ماجستير وهذا أنا كتير مبسوط في حين نحن اللي قابينا عمر طويل كتير بالدراسة وماجستير وبدرست بجامعة دمشق آخر شي إنه حتى فرصة فرماسيون ما فيه يعني مرة من المرات عطوني فرماسيون لغة أجد كورونا بعطولي الشهادة وأنا مو حاضر أنا مو حاضر يعني أنا عندي كتاب إنه الفرماسيون التغى بسبب كورونا وبعطولي الشهادة إنه أنا حاضر فرماسيون لغة وإنه يعطيني شهادة البيئة فأنا اللي اللي بدي أحكي أنه فعلا بفرنسا ما فيه شي قانون يحمينا ولا فيها أي حدا يعني حتى السوسيال نفسها بتنظر لأنه بنظرة ما رح أقول عنصرية ولكن نظرة إنه أنت الغريب بدك تاخد مكان ابن البن هاي من ناحية أخرى أنا سمعت إنه اللاجئين تعليم فيها مجاني لكن بالحقيقة إنه لما بتروح بدك تسجل وقت جد ما في شي مجاني دورة لغة لازم الجامعة لأقل تناصرنا بدورة تقوية لغة الآن ما عاد تعطي بحجة إنه العمر كبير بحجة إنه نحن صالنا زمان طويل من جينا على فرنسا من 2015 على سبيل المثال اللي هو أنا علما إنه أنا يعني أنا ما وقفت أنا عم أبحث إلى فرماسيون لغة يعني هذا تاني شغل اللعب يعني كانت كتير عنصرية معي من 2015 حرمتني من كتير من حضور دورات لغة تهيئة لغير أشخاص أنا مثل أحكيت لكم من خمس عائلات يونس يونس اللي عليه معاقب هو أنا بدون أي سبب آخر شي قالوا لي نعتذر يعني شو يعتذرون مع يونس يونس شو يساوي بعد ما ضاعت الفرصة الآن أنا عم حاول أسجل ماجستير أو حتى عدل شهد حتى الآن ما في رد أبدا وما في يعني ما في أي قبول علما أنه أنا التقيت مع نائب رئيس الجامعة الجامعة يونس عب سمعني يعني شب من عمري صراحة كتير لطيف وعدني أنه يساعدني بس الحقيقة يعني منعه وما عاد فيه يونس عب سمعني تقديم الطلب رئيس يونس مثل ما يعني الشيء الشبيه بسوريا هو اتحاد الطلبة أو عفوا رئيس الديوان اللي سجل الطلبات هو يسوى لحبالي الطلب كمساعدة لألي أجال ورفض قال ما في شيء يشابه جامعة حتى هو أصيب بالذهول يعني شو أنه ما في شيء يعني كيف أنه المواد تتعادل وأقرب يونس عب سمعنا نعم يعني مو معقول دائما يجي لي الرفض بنفس الشيء أنه ما في شيء يشبه يعني يعني أنا مو دارس ذرة وأنا طالب كيميا أو طالب أي شيء أنا دارس اقتصاص أم أقدم طلب اقتصاص ضمن اقتصاص المواد اللي أنا أفهمها وبالتالي يعني السؤالي الأخير لأخ رودي أنه فعلا عمليا نحن قبل بدنا أي شيء يدعم من الدكات بدنا جاء لا يونس ما بعرف كان في خربطة بالصوت وطولت بس ما بعرف سعبت تسمعني ولا لا رودي ما بعرف جاء يونس وضح لك الكلام رودي تبع يونس ولا لا لأنه يونس ما عم يسمعنا أنا فهمت السؤال يونس الحال اللي هو عم يعني منه اللي هي العلاقة بشعور انه في عنصرية من قبل الجامعات تجاهنا نحنا كلاجئين اللي بدي يقوله لليونس وللنا كلياتنا كمان في مبدأ أساسي للأسف اللي هو موجود هو الديكلاسمون بروفيسيونيل وديكلاسمون سوسيال إلنا كلاجئين بمعنى وحتى الديكلاسمون أكاديميك بمعنى انه إذا نحن كأشخاص حصلين على شهادات عليا بفرنسا وعنى مؤهدات بسوريا وعنى مؤهدات كبيرة هنهم بيضلوا بيطلعوا فينا بنظرة نوعا ما اهتلائية عليا يعني انه بيشوفوا حالهم افضل وهذا نتيجة التاريخ الاستعماري بفرنسا وكل هاي الاصاص والعوامل السياسية والاجتماعية اللي موجودة بهذا البلد يعني هل ترى نحن فينا نتهم الكل بهذا شيء ما نظن يعني ما نعم هذا شيء ونظن انه يعني اجحاف بحق قرنا إذا قلنا انه الكل هيك حال جامعة استراسبرغ هي جامعة كتير متضامنة مع اللاجئين وعندها برنامج من اهم البرامج لاستقبال اللاجئين وإدماجهم بالحياة الأكاديمية بفرنسا الفكرة هي انه فينا نحن نشوف سوا يا يونس شو صار معك بالضبط وكيف نحن بنقدر نتساعد لانه نحن علاقات كتير مميزة وجيدة مع جامعة استراسبرغ ومع المسؤولة بالجامعة اللغة وفينا نشوف المشكلة واحدة يعني انه شو صار بالضبط لنقدر نحن يعني اذا عمرك 42 سنة هذا ما بيعني انه ما بيحقلك تفوت على الجامعة وما بيعني انه انت لازم تكون مخروم وفينا نشوف حتى خيارات تانية يعني في كتير خيارات وتعلم فرنسي وبالتالي تقدر تنتمج اكاديميا وبعدها تقدر تشتغل وترجع ممكن ندرس بالجامعة وكل هاي الاساس لهك انه اللي بدي لك ياهو انه انت ما ناك الوحيد اللي عمل من هالشي وما ناك الوحيد اللي عم ينكسر ويحس بخيبة الامل من البلد هو نحن منعتبره البرد الديمقراطي وفرنسا ارض اللجوء وكل هاي شغلات لكن للأسف يعني في هاي المعاملات وهاي الاستثناءات اللي عم تصير واللي نحن عم نحاول طول الوقت انه نحل ونشتغل مع الجامعات لهك ما تفقد الامل الاشكالية اللي انا شفت حاليا من خلال حكيك هي انه انت لليوم ما متقن للغة الفرنسية اللي هيك هيكون في سعود حتى قبولك بالجامعة بالمانجستير او بأي مكان تاني فاللي حاعمله انا ساخر حخط الامل تبعي يعني حخط ايميلي الشخصي تبع الاتحاد بتعليق فأي شخص حابب انه نحن نرافقه وحابب بين انه نحن نساعده وممكن نشوف اي طريقة الاميل اللي انا حطيته اللي انا حطيته بالطلب هنا يعني بالتعليق هنا فبتقدروا تتواصلوا معي وبنقدر نشتغل سوى على المساعدات والطرق والاليات الممكنة لنقدر نحل الاشكاليات ما بعرف هزا واضح هذا شي ولا لا لا واضح وبتوقع الاميل انا رح كرره هذا التواصل مع الاتحاد الطلب ما هيك شو هو التواصل مع الاتحاد الطلب المنفيين هاي كمان انا رح كرر الايميل التواصل رح حط ايميلك اللي ويرودي دوت عثمان او باع عثمان اغوباز و فخانز و ارك هذي طيب ازا حدا عنده سؤال نحنا قربنا ننهي تقريبا في سؤال او من افراح شوقي عم تسأل انه عندها بكالوريوس علام جامعة بغداد وخبرة 18 عام في الصحافة العراقية والعربية مقيمة بارس كيف ممكن تعمل استاجب صحيفي او تكمل ماجستير هون هاي طبعا بتوقع انه كمان بيعتمد على درجة اتقانك للغة الفرنسية اذا بدك تعمل ايا ما هيك رودي اذا بدك تعمل بالفرنسي تماما يعني الاشكالية اللي عم تسير هي انه بغالبيت حتى يعني مثلا راديو راديوهات ناطقة بالعربية مثل مونتي كارلو او تلفزيونات مثل فرانس 24 او غيرها وغيراتها حتى لو انه نحنا عم نسمعهم بالعربي لكن هنن عم يطلبوا مستوى جيد بالفرنسي لانه غالبية الطاقم اللي هنن عم يشتغلوا هنن بيحكوا فرنسي مع معطوله للوقت لهكا وبما دون ايضا بتوقع على الوكالات اللي بتكون اللغة الفرنسية ايضا تماما يعني فهنن بيفضلوا انه يشغلوا الناس هنن بيحكوا لغة فرنسية بشكل جيد او لغة انجليزية بشكل جيد بحيث انه يدروا ينفيوا فورا بالشغل يعني ما انه يحسوا خالهم انه بحاجة لمرافقة لهكا هي اول شغلة بنقول انه انتوا انجد اول شي هو تاني شي هي العلاقات كمان يعني اللي تخدوغوكموندازون يعني انه رسالة توصية يعني بسوريا نحنا كنا عم نعاني من شي اسمه المحسوبية بفرنسا عم يعانوا من شي اسمه اللي هي رسالة توصية اللي هي فعلا وسيلة كتير مهمة لتقدر تنقبل بشغل او بيجامع فاذا تعرفوا الناس بيشتغلوا بهذا المكان او هنن كانوا صحفيين بهذا المكان وعندهم علاقات جيدة مع دول الاشخاص تلبوا منهم رسائل توصية وارفقوها بطلباتكم هذا شي حيساعد كتير ينقبل طلب الاستاج او الالترنانس او الشغل او اي شي بفرنسا اللي تخدوغوكموندازون رسالة التوصية بتلعب دور كتير كبير وفعال للحصول على الفرصة لهيك عملوا وما تترددوا فيه تمام اذا حدا عنده اي استفسار احنا قربنا ننهيب اعلن عن موضوع في منحة جزئية مع المدرسة العلية للصحافة راح يعلن عن المهاجرون الان قريبا اي منحة لمساعدة الطربي طبعا الدراسة راح تكون باللغة العربية في حضورة وفي عن بعد مثل ما حكنا شوي رودي عنها هذا يعني ممكن يتيسر الموضوع خاصة ان الدراسة بدأ تكون باللغة العربية اذا في حدا عنده اي استفسار او بدنا بعدين اسأل رودي سؤال النهاية على سبيل المثال انتو كاتحاد طلبي هل بتقدم الخدمات ايضا للطلب الدوليين او فقط مقتصرة على الطلب الموجودين في فرنسا او المنفيين اجمالا نحن بنقول انه الشرط الاساسي لنبلش المرافق على الشخص هو انه يكون موجود بفرنسا بغض النظر عن حالته الادارية لكن طالما هو ما نموز في فرنسا فهو خارج عن نطاق عملنا يعني بس انه هذا ما بيعني انه نحن ما بنقدر نساعده انه نجاوب على مجموعة الاسئلة اللي هو بده اياها لكن انه نحن ما بنقدر نساعد اي شخص لا يجي على فرنسا يدرس بفرنسا ما بنتدخل نحن بعملية الفياز او بعملية المنح لكن اي شخص هو بحاجة لمعلومات بيقدر يتواصل معنا عن طريق الايميل او بيقدر يتواصل معنا من خلال الواتساب على التليفون تب الاتحاد وبنقدر نجاوبه اكيد بكل سهولة شكرا كتير ما بنتدخل انه نجيب شخص وما انه موجود في فرنسا ونجيبه بانه لا يقدر يدرس بفرنسا شكرا كتير رودي في سؤال من شادي شادي عم بيقول انه هو مراسل كان في سوريا من 2011 حتى 2018 واشتغل ايضا باسطنبول صحفي من 2019 لغاية 2023 يبدو انه وصل حديثا ومو يبدو وصل حديثا لفرنسا يبحث عن استمرار التعليم بفرنسا بباريس لكن هناك مشكلة في السكن عمره 28 سنة وهو اعزر هاي لها حلول اذا طالما ما نمسجل بالجامعة فهو ما حيقدر يلاقي السكن بقلب الجامعة بقلب السكن الجامعي لكن نحنا كاتحاد بقلب باريس في عنا علاقات مع مؤسسات اللي نحنا بنسمون بايوخ سوسيو يعني هنه اللي عم يديروا السكن تبع الاشالام السكن الفوياهات اللي موجودة هون بفرنسا وبباريس بشكل خاص نقدر نتدخل بحيث انه نشوف له مكان بهاي الفوياهات لكن ما بيعني ابدا انه حيكون بغرفة لحاله او ممكن انه تكون بمكان قريب من الجامعة تبعيته او بالباريس عرفت انه تمام شكرا اذا عنده امكانية انه يدفع مبلغ شوي اعلى يعني بحدود 300-400 يورو نحنا عنا الشراكات مع مؤسسات هي بتقدم ابو باصل حديثا طبعا ما بعرف هذا الشيء يعني في مؤسسات هي بتقدم غرف للطلاب الدوليين للي عمرهم حتى 35 سنة للاجئين بمبلغ 400 يورو بيكون عبارة عن سكن مشتركة مع طلاب فرنسيين وفرنسيات بحيث انه هو يدروا سوا يشتغوا سوا ويعيشوا سوا كمان هذا يعني عنا شراكة مع مؤسسة بتعمل هيدا الشيء وفينا نتواصل معهم يعني وفي عنا كذا مؤسسات تانية يعني وفي عنا اشخاص انهم فرنسيين وفرنسيات بيستقبلوا طلاب لاجئين عندهم بالبيت يعني لمدة سنة كاملة يعني عنا كذا حل اللي بنشتغل عليه فبدنا نشوف هو شو حاجته شو مدى حاجته كمان قديش هو فعلا مقطوع وما عنده حدا طيب هو بعث رسالي انه شادي ممكن يدفعه وبالتالي شادي صار عندك الاميل تبع الاتحاد فيك تتواصل معهم بهالحالي هذه هو عم يقول عنده امكانية لتدفع هذا المبلغ اللي اشرت اللي رودي هو بالتالي ممكن التواصل تماما يعني انه هي مو هو مو الاتحاد اللي بياخد هاي المصاري لا لا طبعا طبعا انت بتكون بتسهل انتو بتيسروا هذا المبلغ اللي عنده امكانية طبعا وحتى بنكون الكفيل طبعا هذا الشخص ليقدر يسكن يعني في حال اذا هو ما قدر يدفع شهر شهرين يعني يقدروا يصبروا عليه بحيث انه يقدر يدفع بعدين كمان يعني انه بس ما يورطوكم بالدفع يعني اساسا ان شاء الله ما يصير هذا الشي يعني معنا امكانية بس لكن لانه بتسق فينا المؤسس يعني عرفت لانه وصلنا فترة عم نشتغل معهم بهذا الشي وتمشي للقصص يعني فيه اشخاص انه بيشتغلوا عندهم امكانيات يقدروا يدفعوا هذا المبلغ يعني واللي هي منى الحالة العامة لكل اللاجئين يعني والميفيين تمام شكرا رودي يعني تقريبا صرنا حوالي ساعتين اجرنا عن معظم الاسئلة قبل الانتهاء يعني هل هناك نصائح معينة او امور اخرى لازم يعرفوها الطلبي في فرنسا يعني بالعموم ما يفقد الامل وانه نتهمن بالعنصرية هو اسهل خيار برأيي هو اسهل خيار لانه ما نفقد الامل نقاتل و و و نسمع النصيحة من الاشخاص اللي عندهم الجواب الصح والقدرة على انهم يرافقوا بشكل صح و نحن موجودين طول الوقت ويكون مجهز باللغة طبعا هذا يفضل اكتر كل ما كان متمكن من اللغة كل ما كان فرصه افضل لاي طالب و فيه دروس لغة كتير وفيه اماكن كتير اللي تعلم اللغة مو بالضرورة الجامعة بس يعني ف لهيك انه نحن عنا خريطة واسعة للمؤسسات والجمعيات اللي هي بتساعد اللاجئين بتساعدهم بشكل حقيقي وبترافقهم ليقدروا ينجحوا يعني وعنا شركات واسعة معهم فانه ما تترددوا وتتواصلوا معنا لنقدر نشوف بمدينتك بإقليمك شو هي المنظمات والمؤسسات اللي ممكن ترافقك وتساعدك للتنجح شكرا قريبا كما أشرت المنصة المهاجرون الآن ستعلن عن منحة جزئية في المدرسة العليا للصحافية واللي هي الدرس باللغة العربية شكرا كتير رودي شكرا لوقتك تحيات ساخر وحباب تشكر كمان المهاجرين الآن وبتشكر هذه المبادرة العظيمة اللي هي فعلا منصة لنا كلاجئين وكنا نتمنى أن تكون موجودة وقت اللي نحن وصلنا على فرنسا بتشكركم كثير على جهودكم بتشكر كل الناس اللي يستمعوا وبتمنى أنه كن قدرت جاوب على جزء صغير من أسلتكن وستفساراتكن وحباب بنواه بس كمان أنه أنا ماني رئيس الاتحاد عنا نحن اليوم رئيسة هي من اليمن اسمها سماهر وأنا مدير بالاتحاد يعني أنا موظف بالاتحاد ماني الرئيس وشكرا كثير للكون شكرا للتصحيح عما أنك أنت المؤسس يعني صاحب المبادرة يعني تماما بس أنا اليوم يعني في عنا اليوم رئيسة مفتركة ورئيسة من اليمن ورئيسة من جزر لغيس يعني كم جزر لغيس ما بعرف شو اسمهم بالعربي ما خطر لي أعرف ما في مشكلة طبعا هذا يدل على أنه أنت تعملوا بشكل مؤسساتي أنه حتى المؤسس تحول إلى مدير ولا يكون رئيس موروشيس يكون قصدك جزر موروشيس أي تماما هاي هي تمام شكرا كتير شكرا شكرا تحياتي لجميع سلامة تحياتي لجميع رح ننتظر عشر ثواني لمغادرة المساحة جميعا احتراما للحضور تحياتي شكرا باي باي